يهلا والله بالجميع معكم الوجيح حياكم والله يا جماعة في بودكاست علماشي واليوم معايا واحد من أجمل وأربع وأرقى الضيوف اللي برضو ممكن نستضيفهم بالقناة من قناة AI Show الأستاذ ما تحب الأستاذ صح؟ أي الأستاذ كبير أمرا لا تقول أستاذ كبير أمرا عبدالجليل حريري حريري جلو 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 إلا جلو كلها تمشي أنا دمين فيه جيم ولا جلو جلو تقدر تخترع اسمك بنفسك عبدالجليل عبدالجليل والله حياكم نور حبيبا الله يسمى يا أخوان أنتم عارفين قبل فترة ماجد العامر والحين عبدالجليل وكان المفروض محمد أن كنت أصيد أكبر قدر من الشخصيات من فريق AI Show ولكن ماش الظروف ما سمحت مشغولين موسم جدا وعلى الجدول تخربط وما قدرنا ولكن قدرت أصيد عبدالجليل الحمد لله حبيبا واليام عبدالجليل راح ينورنا ويثرينا بمعلومات مهمة جدا عن واحد من أهم الأركات في قصة وون بيس سواء المانغا والأنيمي نتكلم عن قصة وون بيس عبدالجليل وأجملها طبعا هذه تحتها خطوط أنا مصير على كلمة أجمل ترى لا هو جميل للأمانة جميل بس أتوقع أعتقد أنه تجربة الأنيمي كانت ثقيلة شوي ما أعرف كيف في المانغا لا بالعكس أنا ما قررته مانغا تابعته أنيمي ما قد تتابعته مانغا لا لا الأنيمي لما دخلت له كان واصل للسع الحلقة اللي انتظرت لها أسبوع هي الحلقة اللي دخل فيها شانكس للمارين فورد أنت معتك أجل قديم أنا قديم مرة أنا تابعت في عام 2008 العمل وكنت تابع الأرك يعني حلقة بحلقة وبالعكس يعني عندك أرك سكايبيا بالعكس هو أفضل متعة في الأنمي لأنه أصلا ما في لا تمطيط ما دخلوا أي فلارات جاء الأرك بسرد سريع جدا أسرع من أي أرك في أونبيس توضحت معالم الأرك من وقت ما وصلنا إلى جزيرة السماء بس أنت عارف عبد الجليل أول ما وصلت للأرك أنت عارف أنا تابعت بث مباشر أول ما وصلت للأرك سكب سكب الأرك واللي ما قالوا سكب يعني وحاولوا يعني يخفف وقالوا شوفوا ملخص أنا قلت لا أنا أنا بتابع أونبيس بتابع مثل ما هو موجود قدامي ما راح أتابع ملخصات ولا شي أه بتابع ملخصات بقفل البث وروح أتابع ملخصات ولكن الحمد لله يعني وبالرغم من أني تابعته أنيمي وحلقات وكل شي ومع ذلك ما أعتقد أنه متابعة واحدة كافية أبدا صح بالذات هذا الأرك وفيه أركات كثيرة المفروض يبغى لها إعادة أنا أعتقد أنه أونبيس كله يحتاج له إعادة بالنسبة لي بالذات أني حالا لما نوصل لفصل معين في المانغا أحتاج أرجع للمعلومات القديمة وما في صفر ذكريات صفر أنت تتكلم عن المتابعة أولى صحيح طيب أرك سكايبيا من أهم الأركات لا محالة ومن أجملها لا محالة ولكن أعتقد أنه عندك سلسلة أنت خاصة بذي الأرك سكايبيا صح؟ يعني هي سلسلة في وونبيس ولكن ركزت في أرك سكايبيا أكثر من أي أرك آخر يا سلام جميل أي وقتها كان في عام 2017 حلو وفي عام 2017 الريدي اللي يدخل كان يعني أنا لما دخلت وي دخلت اليوتيوب ما كنت أعرف حتى حكاية حكاية النظريات كنت أعتقد بأنها خلاص موضة قديمة وانتهت فكان فيه صعوب أنا كنت أجيب شيء ما أحد يتكلم عنه شيء جديد مو موجود في الساحة ممكن كان موجود أشياء عن أرك سكايبيا بس ما كانت يعني مركزة في هذا الأرك بين كل الأركات حيلو فركزت في هذا الأرك وتابعته بشكل جيد أنا كنت معجب فيه كمغامرة ودراما وقصة ورومانس داون هو ذا السؤال اللي كنت بوصل لك إيش اللي خلالك تختار سكايبيا هو سكايبيا اختارتني على قولك أيها لكن الأرك أنا زعلان أنه فيه أحد مثلا يتابعوا وانبيس ويحبوا وانبيس وما يحبوا أرك سكايبيا يعني أنت لو للمتابعين العظماء اللي عندك قالوا لك لا تسكب الأرك أو أقعد في الأرك ما رح أسكب فيه أرك خلي سكايبيا فيه أرك ذاك اللي لوفي يلبس الكدش وملاكم هذاك الأرك قالوا لي سكبه ومع ذلك قلت لن أشكبه اللي هو فعلا يعني قد يكون فيه أقل الرمزيات والدلالات اللي ممكن تفيد قصة وانبيس ومع ذلك تابعته حتى الدكتة حق أتبوها هامكوك بكت راح تفهمها إذا ما شفت الأمر آه صح 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 حلو لا لا الوانبيس عمل كذا كله مترابط مع بعض مستحيل من الواحد يسكي بارك وطالما أنه أودا اللي كتبه وطالما أنك قاعد تتابع حلقة حدث أودا كتبه لابد ما يحط لك فيه شيء نعم نعم يا عمي فيلم ريد فيلم ريد اللي هو فيلم احنا ما نقدر نتفلت يا جماعة لأن الحلقة ما كم ما راح يكون فيها حرق مانجا لفيه فقرة معينة نعم بس دوبا استوعبنا قيمة فيلم ريد صحيح وفيلم ريد ليسه الوحيد أفلم وانبيس كثيرة فيها رمزيات فيها رمزيات تبقوني أسحب على الأرك سكايب يا خاف الله يا خاف الله طبعا علشان برضو نوضح أنه مو كل الفيلم لا 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 لما يجي فيلم الوابيس أشياء بصير أنكاتب يمي لك لبسه وخلص أنت وشطارة تبقها ما تطبقها حلو أنا كنت بجيب الأيباد ونسيته في البيت فبنقعد نأخذ السيلة من الجوال وليكو أو الأول اللجندة اللي مجهزينها يا الله طيب طيب احنا خلينا نأخذ أرك سكايب أول حاجة يا جماعة قبل ما نبدأ نورتني والله عبدالجلي حبيبي نور نورت وانست والمفروض ده الكلام أقوله في بداية الفيديو هذه ثاني زيارة لك في الطائف قلت لي لا الطائف أنا جيتها أكثر من مرة جيتها لزيارة أحد ولا السياحة والله لي صديق فيها زميل دراسة فيصل ولنا برضو متابعين قعدت مع أكثر من واحد كان متابع عزيز جدا استضافني عنده اسمه غسان نوجه له تحية والله ونعم من قبل برضو احنا جينا الطائف كرا أيو جينا وجينا سوق عكاضي يعني طائف كولد غربية لازم تعدي على الطائف اوكي عاد انت من ينبع جنبا اين كم بيننا كم ولا شيء أربع ساعات ما المسافات أربع ساعات يعني تقريبا تقريبا اعتقد لأنه من جدة الين ينبع ثلاث ساعات ومن جدة للطائف يعني يقول أربع ساعات ونصف أربع ساعات خامس ساعات إذا انت من ربطي إذا بتمشي من مكة على طريق الحرمين برضو ممكن تحصل لك اختصار حيال عموما والله منور حبيبي الله يسر الله يعطيك العافية وقبل ما نبدأ يعني ونخش في السوليف يا أخوان يفترض بإذن الله بإذن الله ما يصير الخطأ اللي صار في بداية نشر الفيديو الماضي مع ماجد العامر راح تكون مقسمة الفقرات الحلقة جوة الفيديو بتلاقوها كذا فيه دليل أو قايد للجزاء هو عاد احنا بنتكلم عن سكايبي لا محالة ولكن ربما نخص جزء بسيط في نهاية الفيديو نتكلم عن الأحداث الأخيرة اللي في المانقة ناخذ كذا لفة سريع عليها وحقين المانقة يحبون السوليف وانا مبسط فيها صراحة فالله أعطيكم العافية لايك للفيديو لو عجبكم اشتركوا في القناة وحساباتي وحسابات عبدالجليل راح تلاقوها برضو في صندوق الوصف تابعوني وتابعوه ويب نقدر نبدأ الآن نخش أنت مستعد على طول خذ لك جغمة شاهي لابد احنا قاعدين نشرب الشاهي الكلاسيكي بالطريقة الكلاسيكية بكاسات الجبنة كيف نعم أطعم شئ حلاوته حلاوته عبدالجليل أسلام ومن قال يا حبيبي الآن خلينا ناخذ أرك سكايبي تهريخيا ايش رايك أوكي يعني من أيام نولاند حلو كده حس بنقدر نوصل لصورة حلوة ونقدر نبني نبني سيناريو كويس لأنه أنا حرفيا قلت لك متابعة واحدة مستحيل جدا لأني أخ أفهم كل التفاصيل اللي صارت في سكايبيا ونتكلم عن حدث من بداية نولاند نولاند قبل 400 سنة قبل 400 سنة والبقعة اللي صارت والجزيرة لما طارت واوا تفاصيل كثيرة والجرس وبعدين ممكن نربطها برحلة أودين وروجر في تفاصيل كثيرة في تفاصيل ممكن متابعة العالم يجهلها أصلا بالضبط وأنا جايبك عشان كذا أنا جايبك عشان كذا لأنه حرفيا أرك سكايبيا ما أفتكر منه لأمور قليلة جدا صحيح ولكن أتمنى أنك تنعيش ذاك خلينا نبدأ من رحلة نولاند قبل 400 سنة طيب أنت تقول تاريخيا أول شيء صح؟ يا سلام تاريخيا تاريخيا مو بدأت قبل 400 سنة تتكلم رحلة نولاند رحلة نولاند قبل 400 سنة نحن ممكن نرجع للمملكة المزدهرة نرجع حتى إلى ما قبل المملكة المزدهرة قبل يمكن 1500 يا 1502 يا 1522 سنة يا سلام شيء قديم جدا يا سلام جوي جوي بسم الله نحن نعرف الفرقات الموجودة ما بين سكان سكايبيا والشانديان والبيليكن نحن شوفنا البيليكن اللي جوه مع إنين واللي معاهم أربع كهنة وقائد أيوة واللي ساعدوف اللي كانوا لهم أسامي كذا محنة كذا الكور والخيوط والغيوم وهكذا حلو تشوف أجنحتهم كذا كبيرة ومختلفة طبعا عن الشانديان اللي أجنحتهم صغيرة جدا فيما بين الأجنحة هذه والأجنحة هذه يوجد سكايبيا مع قرنين كذا طال اللي هم اللطيفين اللطيفين جدا عافو الله اللي استقبلوا لوفي أيوة ممتاز طبعا هذه المعلومة بالنسبة لمتابع الأنمي ما ظهرت ولكن الكاتب يكتب قصص في أغلفة المنقة حقته يا سلام تتكلم عن قصة إينيل يا سلام عندك خبر عن هي وقراتها ممتاز جدا قراتها جدا وفيها رمزيات تخوف صراحة نعم بس بنوصل بنوصل للجزية تبع إينيل خلينا خلينا نكملها حب حب هذه تاريخيا قبل أكثر من 1500 سنة تتكلم عن قمر ولا رحلة إينيل لا نتكلم عن رحلة إينيل للقمر هذه خليها في الأخيرة إينيل اللي اكتشفوا شيء قبل 1500 سنة تقريبا اللي موجود في القمر اللي موجود في القمر ومشاف أثار الشانديون سكايبين وبيليكن وما أصلا كانوا سكنين وشاف على زي المخطوطات ومنحوتات وكان في طبقات في ناس نزلوا إلى الأرض وفي ناس صعدوا إلى القمر كلهم نزلوا إلى الأرض كلهم خلصت الموارد من هذا المكان فتوجهوا إلى الكوكب الأزرق وهو الأرض من توجه إلى كوكب الأزرق الثلاثة العراق هذه كيف تقسموا وكيف وجاءت عند هنا بنت نظريات كثيرة السؤال للحين حلو ولا خلينا بنوصلوا كم من للتاريخ طيب أوك حلو هم نزلوا هذه الثلاثة العراق إلى الكوكب الأزرق كيف نزلوا ما نعرف لكن نعرف أنه قبل 400 سنة احنا شفنا الشانديون موجودين في جزيرة جاية جزيرة جاية المكتملة إيوة اللي بعدين طار جزء منه وصارت في سكايبي نعم اللي كانت على شكل جمجمة وكان فيها مدينة الذهر نعم فيها البونيغليف من ضمن الحوارات اللي كانت موجودة ما بين كالاقارا ونورلند أنه كالاقارا قاعد يقول بأنه هذا الحجر البونيغليف هو رمز انتصارنا في حربنا اللي خذناها قبل 400 سنة قبل 400 سنة من نولن من نولن يعني 800 سنة يعني 800 سنة أيوة يعني قبل 200 نحن نتكلم عن تاريخ حوالينا المملكة المزدهرة نعم أعتقد أنه هذه المملكة المزدهرة نحن رايحين بعيدا أوكي تمام برضو تعرف من هو السليل كالاقارا اللي كان في الأحداث الحالية وقاتل لوفي هو اللي كان شوية كده حمش أي بس ناسي اسمه اسمه وايبر وايبر الله ينور عليه يقولون عنه ورث إرادة محاربة السماء العظيم يا سلام كالاقارا اللي هو في نهاية رحلة نولند كان يقول له بظل أدق الجرس إليه ترجع صح وكان يبكي بظل بظل أنه ما قدر يدق الجرس شوف من كثرة الحدث يا أخي ما كان مؤثر فاكره جدا أنا وقت ما قرع الجرس ترى يعني كنت أشوف ترى الدموع كانت تنزل أنا كنت بتأثر جدا في ذاك الحدث لأنه تعرفوا لما وعد يقطع لمدة أربعمائة سنة وبعدين يجي الوفاء بالوعد لا وغير كذا نولند كان يعتقد أن الجزيرة سقطت في الأرض في البحر و جلسوا نسب نولند كله يبحثون في الأعماق و لدرجة أنهم فقدوا الإيمان بأنه فيه شيء في السماء أصلا نعم إلى جالوفي و الإنسان النبيل هذا اللي اسمه نورلند ينعت بالكاذب و تحس أنها مؤلمة حتى قبل ما يعدمون و توقع حتى جابوا شهداء زور صح؟ أيها جابوا و ما ألفوا القصة لأنهم ما قدروا يجدون مدينة الذهبة اللي قال عنها نورلند في قصصه اللي الناس كانوا شكين مصدقين حتى صار في كوميك بوك أشبه نولند الكاذب ضدر و انتشر في الأزرق آه يا نولند ما أحد يعرف حقيقة اللحنة كان رجل عظيم الصراحة لو لو إنجازات يعني أنا ما أستغرب لو أنهم يقلوا لي كانوا بقوة ينكو والله ما أستغرب قوي قوي نعم وعالم أحياء عالم نباتات وعالم نباتات وقدر يعالج يعالج الناس المرضى اللي كانوا في جاية ومستكشف وأنقذ الطفلة ذيك من التضحية نعم 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 رجل نبيل جدا جدا وآخر شيء ما هم مؤمنين فيه للأقزام ذوليك صح؟ أقزام ذوليك صدق أسوب يعني أنا أقول بصدقون أي حالي طب حلو خلينا نكمل حلو نرجع نرجع الموضوع نزلوا من القمر الثلاثة العراقة هذولي كيف توزعوا هنا الله أعلم احنا بنشير برضو إلى كلام اللي يسمعوا وايبرا هو صغير إنما كان عند شيخ قبيلة الشاندرا اللي يلبس نفس الخودة الكلب ويعطيهم قصص عن تاريخهم و تاريخ السلام الحكيم الشيخ قاعد يقول لهم بأنه بعد تلك الحرب اللي صارت دموية جدا و الضحايا كانت كثيرة أسلاف هنا المباشرين هم اللي تموا في هذه الجزيرة يحمون البوليقليف في أسلاف آخرين عيال عم كانوا موجودين في هذه الجزيرة و رحلوا أنت جالس تعطيني بعد جديد أنت تفكر فيه في قصة هم بيستر نعم 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 كيف كلام زي كده نسينا يا أخوان كنتوا تبعونا نسكب الأركاف والله الأركاف جدا رائع أنا أنا أعتقد أنه واضح برضه أنه سكايبيين و البليكان كانوا على نفس الجزيرة مع الشانديان في ذاك الوقت قبل ثمانمية سنة و كانت كل الأعراق اللي نزلت من القمر نزلت على جزيرة جاية و جزيرة جاية كانت تحتفظ فيهم كلهم بعد تلك الحرب اللي سقطت فيها تلك المملكة غادر منها سكايبيين و البليكان و بقي فيها الشانديان حماية لمدينة الذهب والبونيقليف طيب السؤال اسلم ناخذ لنا الشاهي بس ايه بخذ عادي تارا جلسة حبية يا أخوان مفيش منتاج يشرب الشاهي يشرب موية خذ راحتك نعم لازم الشاهي عبدالجليل السؤال اللي جاه في بالي ايش معنى الجزئية اللي فيها جزيرة الذهب من جاية هي اللي اقتطعت و طلعت اللي سكايبيين ما تحس انه فيه كده فيه مش مجرد اعصار عشوي صحيح انا انا ترى فيه حاجة انا اؤمن فيها في ون بيس في كل مراحل ما في شي صدفة انا ما اعتقدر في شي صدفة تعرف هذه الكلمة بالحرف الواحد قالها سيلبر ريلي ايش قال؟ انا اقول لك جاء لوفي بالقبعة القبعة ثلقش باسم الدي نبس الشبه اللي شفنا عليه رجر هو السغير هذه القبعة تليق بامثالك ايه و انا لا اعتقد انه كل شي يحدث بالصدفة بل انه الموضوع موضوع قدر قدر القدر هذا امر حتمي في ون بيس انه كل شي مقدر له المشكلة مو بس ريلي انا لما اسمع الكلام هذا من ريلي و اسمعه من ميهوك لما ميهوك اعظم سياف في ون بيس وربما في تاريخ ون بيس في المدين فوردة توقع قال عبارة صح ذكرني فيها لما قال انا سابدل مجهودي لا تحقد علي يا احمر الشعر ولكن سأرى ان كان القدر سوف ينجي هذا الشخص من هذا السيف يا السلام نعم ذكرت هذه الكلمة كثير جدا ذكرت على لسان تييتش ذكرت على حتى لسان كروكسة اللي فيما بعد شفناه من طاقم ملك القراصنة فما في شيء احدى في عبارة كمان ذكرت بالحديث هذا بس ما نفكر من اللي قالها انه لوفي عنده القدرة على تأثير على التأثير على الناس من حونه هذا ميهوك ميهوك هي عبارة ميهوك ميهوك حكيم كل حواراته حكيمة حكيم هذا ميهوك متى نتعرف عليه والله ما الظاهر انه في الوقت العادي متى من أكثر الشخصيات اللي كده ودي مو بس ودي فيلم كده خاص اسمه ميهوك عرفونا عليه نبغى فلاشباك بسيط وقت السنتين معزولة ما في هو الفلاشباك الوحيد اللي شفناه وقت اعدام روجر يوم كان شباب كده لقطة له بس هذا الشخص اللي فعلا ودنا نبحر فيه وشخصيات كثيرة للأمان بس ميهوك من الشخصيات اللي لازم طيب خلينا ما نشطح بس ونبعد عن سكايبي نرجع لسكايبي احنا عندنا انه قلنا انه الجزية دي ما فيش حاجة اشياء مقدرة تطلع حتى مثلا الساعق اللي جات على لوفي في لوكتون على اساس انها انقذته كثير نظريات تقول ميهوك تقول عفوا دراغون انا حتى اتوقع انه القدر كذا الكاتب حط لك انه هذا الشخص مقدر له ان ينجو ما راح يموت قبل يومه بالظبط ما فيش يثبت الى الان انه دراغون دراغون احنا قدرنا نتأكد انه سوى العاصف ايوه الرياح بس البرق ذا ايوه تقدر تقول انه الغيوم اذا احتكت في بعض تنزل سائق او تنزل بس برضه يعني بس ما تقدر تثبت حاجة حتمية بس فكرتك حلو نظرتك الموضوع انه كل شي مقدر له في يوم بشي تجي ضربة برق علشان تشوف انه ذا مش يومه حتى حتى الينبوع الماء العمودي اللي قذف الجزيرة حق الجاية اوصلها الى اسكايبيا وطاحت بالضبط على القصبة المتينة اللي تقدر تشيل الجزيرة من التراب والجرس يعني مو معقولة صدفة وهذه انا اقول لك بعدين الجزيرة الجاي الشعب الشاندرا كانوا ساكنين في ذيك الجزئية بس لا لا هذه كانت اثارهم هم ساكنين في الجزئية اللي قريبة من مدينة الذهب قريبا من مدينة الذهب وقريبا من المكان اللي كان فيه مونت بلانت ريكت قاعد يبحث عن هذا لانه كان ساكن فيه نصف بيت من الشاندرا ايوان اللي باقي ذاك كان حط ديكور قدام ايوان حط ديكور القصرة المملكة اللي جامعة طبعا الصدفة هذه بالنسبة لي انا مستحيل قبل انها الصدفة انا اعتقد انه هذا الشيء مدروس وانه حطينه الكاتب كاتب هذا الشيء على اساس ان هذا الامر مقدر انه هذه الجزيرة تيجي في نفس المكان مرة اخرى ومين في هذا المكان في السماء موجود عرق سكايبيا وموجود عرق البليكن اللي هم اصلا كانوا شعب واحد والان رجعوا اللي هم اصلا افترض من القمر اصلا من القمر مهم كانوا في القمر مع بعض الان رجعوا مع بعض لربما يجهلون بعض الان ولا يعرفون بعض من تكلم عن تاريخ مروا تفرقوا نعم بس الحلو في الموضوع انه زي ما هم مقدر انه الجزيرة تروح هناك والعرق هذه تجتمع مقدر انه لو فيه الشخص اللي جمع الناس كلها حوالينه جاء فوق وجمعهم ودق الجرس بعد 400 سنة يعني انا انا هذه الاشياء وهذه جزئية في ون بيس اعشكها جدا 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 ما اقول لك هي واحدة من الاشياء الجميلة اللي قاعد يقدمها اودا طريقة كتابته للتفاصيل الدقيقة هذه 400 سنة حدث كذا قبلها مدري ب400 سنة صارت حرب قبلها بكم نزولها من القمر بـ 1500 ما زلوا من القمر تفاصيل كثيرة تشوفوا قاعد يسوي حبكة لحدث واحد مش بس لقصة ون بيس و للمستقبل لا تفاصيل اخرى ثانية يعني نورلين كان قاعد يتكلم عن مدينة الذهبة المخفية في جزيرة جاية و ما احد يعرف الجزيرة حتى نورلين لما وصلها ترى ما وصلها عن طريق اللوك بوس صوت الجرس سمع صوت الجرس وتبع الصوت الى ما حصل جزيرة لانه في ذاك الوقت البوصلة ما كانت تؤشر على الجزيرة ما صارت تؤشر على الجزيرة الا بعد 400 عام بعد ما سووا البوصل ايوة يعني كانت جزيرة مخفية زيها زي بنك هزارت مو حدثت فيها حرب عظيمة حق اوكيجي و اكاينه نكلم عن ايه و اختلفت التضاريس و القوة المغناتسية للمفروض تؤشر الابرة على الجزيرة هناك حدثت برضو حرب قبل 800 عام اثارها استمرت في نفس المكان فأنت تقدر تقول انه هذا المكان ما تؤشر له الابرة لغرض معين و لهدف معين الكاتب يبغى يخفيها طول هذه الفترة عشان يحمل اثار و يحمل بونيقليف الى ما يجي هذا الاركر الرهيب الله عندك كمان لما ذكر نورلند حكاية انه مملكة من ذهب قال هذا الكلام و سمعه الملك اللي في المملكة اللي فيها نورلند اللي هو اللي اعدمه نعم اللي اعدمه هذا الملك غايته من الذهب الى مملكة الذهب بالطبع ما هو غاية انه يرى هذا الشيء او يبحر في مغامرة لا يبغى يحتل يبغى الذهب ايش قال في ذاك الوقت قال حصلت على الاذن من ماريجوان اني اروح و اغزو ذاك المكان اوهو والله ما افتكر ذي المعلومة هذه المعلومة ذكرت و هو كان يتكلم في القصر و قاعد يتكلم مع معاونيه و حصل على هذا الاذن لما نتكلم عن الاذن من ماريجوان معناته اما الجيروسي او الشيخ عطوضة والاخضر و نحن نعرف انه في مدينة ذهب و انه هذا الشيخ عارفين اروح الله بتوفيك اروح احنا نبغاها نبغى نعرف انت وين هذه الجزيرة و وين هذا المكان ليش مختفي عنا هذه الاشياء برضو تفاصيل موجودة في هذا الارك بس حتى حكاية البوصل التي لا تؤشرها للجزيرة مهي مذكورة اصلا الا بعدين معلومة فيما سبب و انت لو جمع كده معلومات ومبيس كده زي البزر فالاخير تطلع معاك شكل كده اي 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 فمثل هذه الامور في هذه الاركات موجودة بس في معلومة قلتها حلوة انت يا عبدالجيليك لا وهي الان الملك الظالم ايش كان اسمه ما اعرف الملك الظالم حلو اللي ظلم نورلند قال انا اخذت الاذن من ماريجو ماريجو اني اروح اغزو الجزيرة استعمرها اسرقها بكيف صح خلاص اخذت الاذن صح الكلام ذا بعده اختفت الجزيرة ولا قبله لا بعده اختفت الجزيرة اختفت الجزيرة في الوقت اللي كان مفروض انها تغزو عليها صدق هذا الشيء انت الان انتبهت اللي يعني برضه مي صدفة ما اقول لك في شي غريب يا اخ انا انا قاعد افكر مشكلة احنا قاعدين ما نقدر نسولف في المانقا فاهم خلينا نقول اوكي ما اين داني اقول سبويلر غيرت خلاص منخبص الجدول صح طيب اوكي كمل كمل خلاص ما بنقدر نخوضها ناخدها بعدين في النهاية ان شاء الله نرجع لها طبعا في جزئيات حلوة ورحيبة الصداقة اللي كانت بين كالاقارا ونورلند صداقة كالاقارا ونورلند اصلا كانت مميزة كالاقارا اصلا ما شاف اي واحد من الشاند ينصديق له على رغم انه يحب موطنه ويحب عشيرته ويحب بس يتخذ كصديق الند بالند شخص بنفس قوتي لا لا وغير انه وغير انه دخل عليهم بثقافة اصلا نولند نعم ايش يا ابو اعطاه مضعية هذاك جسمه ايش قاعدين سووا انت يا جماع ايش قاعد ضحب بنتك اي ديانة وهذا الثعبان الكبير ليش قطعت رأسه خاف الله ايه وفجأة كذا جاء هدم لهم ديانة كاملة صح وضحى بنفسه يعني ايو انا فاكر انه كان فيه تحدي اذا ما حليت المشكلة خلال مدل كم يقتل طاقة مككله ايه يقتل طاقة مككله وهو فعلا راح وفيه كان مشهد تقطيع اشجار نعم هو حاول ياخذ الجذور اللحاء الشجرة اللي المفروض فيها العلاج اللي اصيب فيها هذه العشيرة لما حاول ياخذه كانت الشجرة متينة وقاعدة في الارض حرك الارض بيده وطاح في نفس المكان اللي سقط فيه يعني ايه يعني لدرجة انه كان قرأ شاف القرية حقته على باله انه زلزال قاعد يسير جاه حصل نورلند قاعد طايح فقال ايه وهذه عقوبة حاكمنا ايه ايه حاكمنا ايه قال له اذا حاكمك زكينا فهو ضعيف ما يقدر يكتر الرجل حتى الحوار والملاف فالله العظيم الترجمة آله ايه يعني ترجمة آله ولكن ايه اسمه فالاخير يعني هذا المفهوم اللي موجود في العمل حرد عليه نورلند بشكل جميل جدا وانتهت قصة حكاية المرض اللي صاب هذه العشيرة واحترموا نورلند لهذا السبب ولكن الخلافة اللي صار على حكاية تقطيع الأشجار اللي يعتقدون من أرواحهم من أرواح أسلافهم تسكن في تلك الأشجار ولكن للأسف تلك الأشجار هي اللي سببت المرض المرض ايه لعشيرتك ايه فيه فيه توقع طفلة جاءت قالت ليش تقطع الأشجار هذه ابنت كان قرى نفسها ايه وقام قال لها أصلا الأشجار هذه ميتة وهي اللي مسببة ذا المرض ايه 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 وهم كان عندهم برضو خرافات ولكن تخلوا عنها لما جاهم العلم الصحيح والتقدم لأنه في الأساس أصلهم مملكة متقدمة علميا ومعرفيا ولولا الحرب اللي صارت والاندثار اللي صار لها كان صارت لهم كده رجعة نعم رجعوا رجعوا مع ذلك ومع ذلك كان عنده مسلحة متطورة اللي شفناها في سكايبيان سكايبيان محتفظين بعلمهم ايه سكايبيان أنا أشوف أصلا سفينة مكسيمم بحد ذاتها مكسيمم اللي فيها حقة إنل حقة إنل السفينة اللي مصنوعة من الذهب تستهبل متطورة انت سفينة بطير وراحة القمر وراحة القمر ما تتكلم عن أي شيء لا 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 ما يسفينة سهلة بالعكس أنا رحلة إنل من جزيرة الأم وهي جزيرة سماء اسمها بيليكا وكان فيها البيليكا اللي نفس العرق حق إنل ما قادر ذلك الجزيرة إذا كان بإمكانه صناعة هذه السفينة في ذاك المكان دقيقة دقيقة أنا كنت بوصل لذا السؤال بعد شوية إنل الحين من أي من الثلاثة ذولي من البيليكا طيب وليش ما يحمل صفاتهم يحمل صفاتهم بس أنا ما يعرف إيش هي تفاصيل فاكهته لأنه ما كان الأجنحة طال عنده الدائرة اللي فيها كذا طب لو يطلع فيها 200 و 300 بولتات لكن اللي يجوه معاه من نفس عشيرته كانوا من البيليكا كلهم لا 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 اللي هم أصحاب المحن هذه ولو تلاحظ كمان واحد من السوبرنوبة عنده نفس الأجنحة عرفتها؟ ايه و بس هذاك من سكايبي عرفنا احنا؟ من بيليكا من بيليكا شكله أشبه للبيليكا بأجنحتهم وشكلهم ايه و ايه و عرفته حتى مين اللي هزموه كايدو اللي هزموه؟ لا هو هزم سناك من قادة البيج مام وبعدها طلع الى جزيرة السماء قابل كايدو هناك كايدو و كايدو نطى أصلا مو يموه مو يموه كايدو كايدو طلع يبغى يموت زعلان ليش اللحية البيضة ماتت و انا ما موت حلو طيب عندك التقنية اللي موجودة في سكايبيا زائدا الذهب اللي موجود لأنه الذهب كمعدن أفضل معدن موصل للكهربا مزبوط و بنفس الوقت معدن ما يصدي و هذه المعلومة بالنسبة لأهل السماء مجهولة تماما ولا يعرفوها اللي هي اللي هي انه فيه اصلا معدن اسمه ذهب مهم حتى لما جاء لوفي بيصروا خذ يخذ العمود ما يعرفون قيمة الذهب ايو انت شايف العمود هذا عمود الذهب اللي كان مراكزا للجرس الذهبي تعرف مين اخذه بعدين ايو بعدين ذاك اللي عنده سوسة فرجدا ايو بيلامي بيلامي اخذوا ودى الدفلمينغو وقال له تهبهب يعني ودي دفلمينغو اي سوا فيها بغاعدة طيب اسلم طيب نرجع الموضوعنا موضوعنا انه السكاي بيان كانوا متقدمين حتى شوفنا في حياتهم اليومية كيف يستخدمون الافران وكيف يستخدمون عندهم زي العوامات اللي تمشي بالاصداف تسجيل الصوت ايو 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 ايش كان اسمه هذيك الوايبر اللي هي الزلاجات لا لا نتكلم عن الصدفات هذيك اللي لها استخدامات كثيرة كل فيه صدفات صدفة التسجيل وصدفة الامباكت التسجيل والضوء والحرارة والنار ايو 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 والتقطيع فيه صدفات لكل حاجة بس تخزن فيها الشيء ترجع لك على قانون نيوتن على قد ما تعطيها تعطيك تعطيك ايه مظهور وتخزن لك نفس الخاصية وتطلقها لك وقت ما انت تبه سمارت كتاب رهي بس كان فيه صدفة مختلفة اسمها الريجيكت دايل ايوه هذه اللي انت اللي حطيت فيها التأثير مرة ترجع لك اياها عشرة اضعاف او مئة ضعف ما انا متأكد يعني بس كانوا يسمونها الصدفة الملعونة على درجة انه اذا استخدمها شخص على احد الاثنين كلهم يموتون المستخدم المستخدم وايبر استخدمها على اينل استخدمها على اينل وعلى احد الكهنة وعلى القصبة الخضرة اللي كانت المفروض انها افتكار تيجي خلال الله ينول عليك ايوه طبعا وايبر كان هو الوحيد في هذا الارك كله اللي كان فدائي وعنده اسماء قضية يعني مجرد شخص قاعد يقاتل زي قانفول يقاتل لحماية شعبه حتى ما كان الهدف واضح بالنسبة له ولعله يقول انا احب عصير اليقضين يعني ما هو شي مرة وعندك طاقة بقبعة تلقى شحنك اراصل ومنسرق ذهب انا عزبيني كيف نجي هنا وما نسرق ذهب لكن وايبر لا حامل على عاتق وتاريخ وتاريخ وفخر وشايف انه هذا موطني اذا انا ما دفعت عن موطني مين يدفع عنه وكان يدخل دخول انتحاري في اكثر من موقف كان يتلقى الطعنة ويضرب كان يقول اوكي انت تقدر تشوف ايش بتسوي انت تقدر تتأكد ان كنت تضربني وعادي اضرب انا بعدها باهزمك يعني شي شي من هذا من هذا المستوى من التضحي يا سعد وكانوا يسمونه الفداء يويبر انا هذا ترى من تباش تخصيات عندي فون بيس والله رائع انا فاكر فاكر الشخصية وفاكر الحداث وانت قاعد تنعش ذاكرتي بس صدقا يعني بعد الكلام اللي اخذناه والتفاصيل الذين اللي اعطيتنا اياها والله يا اخوان لازم سكايبيا لازم تتابعوا مرة ثانية لازم لازم واتوقع المتابعة الثانية بتخليك تدرق قيمة كل التفاصيل الصغيرة بناء على المعلومات اللي عرفناها في المستقبل حاليا فهمت علي لانه الكاتب اصلا ذكي انا اعتقد بانه الكاتب يعني مو اعتقد بالتأكيد يعني انه الكاتب حط لك نهاية والنهاية هذه كاتبها وحاط فيها نقاط عريضة وخطوط عريضة انه هذه فالخير كل خطوط القصة راح تتصل فيها فلما حط لك ارك سكايبيا وحط لك فيه تفاصيل من ضمن الخطوط العريضة فالخير الكاتب يوصلها الى نهاية القصة مستحيل يتجاه لكاتب ارك حاط فيه هذه الكمية من التفاصيل خصوصا انها يعني اول رحلة للعالمة روبين هذه كائل وصاح حتى هي لما راحة انبرجت الحالة تدور على البونيغلين المعركة كانت حقة روبين برضه معركة حماية اثار لانه الشخص اللي كانت تقاتله كان يدمر في الاثار فاول مرة نشوف روبين غاضبة جدا جدا مرة مو اول مرة هي المرة الحالة نشوفتها روبين غاضبة يعني الفكرة انه وقتها معلوماتها عن روبين كانت محدودة باقي نعم وش سالفتها ليش اثار ليه مدري ايش اهتمامها بالاثار العجيب هذا بالرغم ان شوفنا لها اهتمام واضح في ربستا وكذا طيب جميل الان خلينا نقول او خلينا ايش الارتباطات اللي ممكن نستنتجها في موضوع المملكة المزدهرة القمر سكايبيا جاية لا محال الاربع اشياء هذه مرتبطة انت اريد يوضحت ارتباطات بس كيف ممكن نربطها بالمملكة المزدهرة كل هذا الكلام يوصل من عند روبين روبين لما مشيت في الاثار قرأت حتى احد البونيقليفات اللي موجودة كان مكتوب حافظوا على الدوافع في القلب بفم المغلق نحن الذين ننسج التاريخ بدقات الجرس العظيم يا سلام بعدها قامت مجنبه كان في رسالة روجر ووودر هاديك هاديك اللي عند الجرس منين بونيقليف ترى في هذه الجزيرة واحد وسط الاثار اللي في هذا الكلام وفي واحد اللي فوق عند الجرس هذاك حق البوسايدون السلاح الاثري اللي هو شراه شيء اوكي اذكرني بس بالرسالة اللي كانت مكتوبة هنا وهنا حافظوا على الدوافع في القلب بفم المغلق نحن الذين ننسج التاريخ بدقات الجرس العظيم حل فيه اشياء وفيه امور فيه رغبات دوافع احلام امال طموحات موجودة بسحافظوا عليها في القلب ايو احنا بننسج التاريخ بدقات الجرس العظيم حتى نسج التاريخ فيه قدر قاعد يتغير ويتشغل بمعلوفي وانت ماشي تحس انه فيه هذه الخطوط مترابطة والثاني الثاني اللي كان يحدد موقع البوسيدون وشكله ومكانه وكان فيه وصف لشكله بس ما عرفنا احنا انت شفت روبين لما جات وكلمت الملك نيبتون نيبتون ايه قالت هذه ملوك البحر اللي وقفت السرفين اعتنوها مصدفة اعتقد بانه هذه الشراهو شي هي اللي تحكمت فيهم وبما انها تحكمت فيهم وبعدان انكشاف ايه مهور روبين قافت السالف حتى فضفضلها وحكالها عن موضوعا وهو اللي قال لنا اورانوس من قبل ما كنا نعرف انها ثلاثة اسلحة وانا اورانوس موجود ايه كلام روبين ما توقف عند فقد اثنين البونيقلية مشت في الجزيرة وقعدت تقول انه هذه سقطت قبل ثمانمائة عام ايه من جميع الكتب اللي موجودة في هذا الجزيرة تم محوها عن بكرة ابيها هذه الجزيرة اول مرة يعني تعرفها حتى من جغرافية ومن اطلس العالم ما هي موجودة ايه تكلمت عن انه فين كانت مختبئة هذه الاثار حتى انت عارف اني نفسه لما احتل الجزيرة قبل اربع وخمسة سنوات قعد ما يقارب ستة اشهر على البال ما يجد هذه المدينة الاثرية روبين كعلمة اثار وجدتها في نصف يوم الى ان وصلت وشافت الامور بفضل العلم اللي عندها نعم بفضل العلم المعلومات وبرضه المهنة هي فينها عالمة اثار دكتورة اثار دكتورة بس اللي ما يعرف هي قرأت شجرة المعرفة كلها هذه هي ثمانية سنوات يعني انت شو كم عمرها الان فوصلت الى هذه المعلومات حتى في نفس الارك شفنا امكانياتها من جمجمة وهذه ترى فعليا يعني هذه اشياء ترى فعليا تحصل العلماء تقدر عن طريق ضرس ايه لو تجيب ضرس تعطيه عالم اثار تخصص معين يقدر يقول لك كم عمره ولي ذكر ولي انثى و اي شيء يمكن مو من احفورة فيها ضرس يطلع لك حتى العمر ويطلع لك الجنس و الصفة وكل شيء يا سلام روبين كعلمة اثار اصلا تعرف ان هذا الشيء يحمل المعلومات ولكن اللي استخرجها هو العالم فاستخرجت معلومات كثيرة بس لفت روبين حول مكان الاثار هذا استخرجت فيه الكثير من المعلومات يعني انه هذا المكان المكان الاثري اعتقد انه اهم في وان بيس انا ما شفت اثار قاعدة من ثمانمائة عام الا هذه الاثار ما شفت ماملكة ساقطت فيه انت قلت للارتباط صح؟ احنا نحن نبغيب ايه الارتباط طبعا انا حطيت اعتقد في الحلقة يمكن حلقة الاولى حطيت اربع صفات للمملكة المزهرة بانه سقطت قبل ثمانمائة عام وانها متميزة بالعلم متطورة وانها متطورة وفيها قوة يعني التطور تشوف عنده سكايبيان القوة تشوفها عند الشانديان المملكة هذه سقطت قبل ثمانمائة عام ومحي كل ما فيها كل هذه الاشياء يعني كل هذه الشروط استوفتها مملكة الشاندرا او مدينة الشاندرا في جزيرة جاية في سكايبيا هذه الشروط انا لم اشفتها استوفتها اي مكان اخر لعله كان اقرب شيء لي يمكن قبل اعيد الارك بهذه النظرة انه وانو دام انهم صنعوا البونغليف فهي المملكة المزهرة بس ما استوفت بقية الشروط زي ما شفنا في سكايبيا سكايبيا الارك مذهم والاحداق والتفاصيل فيه مرة مهمة جدا 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 خلينا نرجع ورا شوية حلو لعند ايش اسمه ايش اسمه اللي كان نسوي نص البيت كريكت مونت بلانت كريكت كان فيه كان فيه زي التحدي بينه وبين لوفي هو ماني قادر افتكر انا باك تنعش ذاكرتي هو التحدي بينه وبين نورلند سلفوا قبل اربعمائة عام هو مين اللي كان يعتقد بوجود سفينة هو كان دائما يغوص يسبح يحاول يدور ما كان يلقى شيء وكان عنده ذولي كثنين القردة يروحون يغوصون ودخلوا السفينة ذيك حصلوا حصلوا بالعكس طيور مصنوعة من ذهب حصلوا بعض الاجراس الصغيرة من ذهب قالوا هذه اثار موجودة على حسب النص اللي مكتوب فيه مذكرات نورلند نفسه لانه غير الكوميك كان فيه مذكرات لنورلند بنفسه كان يسجل مذكراته زي اودن اودن كان يسجل مذكرات لعله التاريخ اللي يقول لك 1500 سنة موجود برضه في كتاب نورلند قاعد يحكي القصة يقول فيه اشباط قبل 400 عام قبل 400 عام وقاعد يذكر التاريخ يمكن 1200 وشيء فتنحسب من كتاب نورلند وبرضه تنحسب من برضه الاثار الموجودة في الشاندرا برضه روبينغارت تاريخ بالرقم ففي مذكراته ذكر بانه نورلند نفسه صعد الى جزيرة سامع هذه في المذكرة ذكرها مين ذكرها كانت تقرى المذكرة نامي المذكرة كانت حقه مونت بلانت كريكت وارثة من ابوه عن ابوه اربعمائة سنة الين نورلند فهذه المذكرات موجودة حكاية وصف الزلاجات والاصداف وجزيرة البحر الابيض وجزيرة الغيوم وهذه كلها الاشياء موجودة في كتاب نورلند وبنفس الوقت كان يتكلم نورلند طبعا من ضمن الكلام حقه لعله اخر كلمة قالها قبل لا يعدم حكاية انه انا وجدت الذهب في عين الجمجم اليمنى في عين الجمجم اليمنى حدد لك الوسط طبعا من هنا الطاقم عرفه وكان فيه حوار طويل اصلا قالوا قبل ما يعدم مش حوار طويل يعني كان فيه كلام كثير قال وجدت مملكة الذهب موجودة قال طبعا التفاصيل كثيرة 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 لعله اكثر ارق فيه حوارات درجة انه انا متأكد انت لو تعيد الارق ستحصل اشياء اكثر من اللي انا قلت صح انا متأكد من هذا الشيء تماما هو التفاصيل هذه موجودة وبكثرة خصوصا في مذكرات نورلند نورلند حتى كثير من الملاحظات والنقاط الموجودة عن جزيرة السماء ممش كان نرجع الموضوع على عين الجمجمة نرجع عين الجمجمة عين الجمجمة هي الجزء اللي طار من الجزيرة عين الجمجمة اليسرى لا الفك حقه الفك هو اللي بقى في الارض بقيه في الجمجمة الطغرة اوكي اوكي ايوه لما جابوا خريطة جاية ايوه بس انه حطوها بجنب الخريطة هذه طلعت شكل جمجمة بالكامل ايوه فحددوا موقع مدينة الذهب فكان قاعد يفكر كريكت بانه لعلها غرقت في المحيط زي ما قال نورلند فبدأ يغوص 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 حتى اصابوا هالمرض حق نقص الكسوجين او تنفس الكسوجين من كثر ما يغوص ايه من كثر ما يغوص اثر على الصحة الكثيرة شو برعا شو الصملة شو الصملة نعم بس رجل صاحب احلام هو واحلام الناس ايش واحلام الناس لا تنتهي الله عليك هناك هناك قابلنا الشخصية لعله تيتش السبب ان حببني فلا يا اخي على طالي تيتش قبل كم يوم جالس انا واحد من الستريمر صديق وزميل لي اسمه ابرا شانكس حبيبا كان يتكلم عن انه الحوار الاول لتيتش كان حوار عظيم جدا نعم على العكس باقي حوارات الثانية اللي كلها غدر ولف ودوران واستهبال ووجنان فبالفعل كان تقديم جيد واتوقع يعني واحدة من الاشياء اللي خلت لوفي يتمسك بموضوع جزيرة السماء او سكايبيا ممكن خطابه مع تيتش انا اعتقد ان لوفي لا يحتاج خطابه مع تيتش الله عليك الله عليك جينا للتشبيح هذا البطل مختلف انا اقول اولا مشبه لتيتش اوه شبيح لتيتش اوه طب ديق 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 فاصل كات لا موش كات يعني فاصل هنا ايش اعطيني شخصياتكم فضلة في انيمي ونبيس في قصة ونبيس في قصة ونبيس انا عندي لوفي وتيتش وقاربي يعجبني بوجيتورة ساير مرة يطربني عندك يعجبني كروكودايل اه طبعا الطاقم كله رهيب معد اوسب مو مرة ما احبه يعني ليس تديني انا الكلمة دي قلتها عشريني الف مرة اوسب اكثر شخصية واقعية فونبيس واقعي بس انا ما تبعث اوبيس عشان واقعي ما افغى واقع انا جاي اهرب من الواقع انا افغى احلام انت اسمح لي في الخيال اهو عليك اهو عليك حيلو حيلو اه ترى انا ما احب اسئلة افضل افضل وافضل بس كويس عشان كذا ما دققت عليك في جوابك مين توب رتب لي ما احب التلتيب لا اعطيني شخصياتك اللي تحبها قلتلي مجموعة شخصيات خلاص انتهى طيب جميل اه كنا نتكلم عن ان الجمجمة كملوا كملوا وهذا عرفوا مدينة الدهب وبعدين طل عنده نقص سجين ونهاية الحدث لو في دق الجرس وطالع ظله كذا على على السماء وشاف طبعا اعتقد بان الظل هذا رسمة مجازية رغم انه الظلال تظهر في وقت ما يظهر ايه ظهرت ايه وقت الينبوع العمودي تصير الدنيا ظلام فتظهر ظلال لناس في السماء ظهرت ثلاثة ظلال خمسة ظلال ثلاثة وفي صورة ثانية جابه خمسة الكاتب لما صلح زوم آوت ايه يجيب لك اللي هو الانعكاس والشمس كل ما بعد الجسم كل ما كبر ظله وهذه ظاهرة طبيعية معروفة بس الكاتب وظفها بشكل خيالي بس جميلة حطها لك قال هذا الظلال دليل على وجود ناس في السماء بس انا لسه ما شفتهم بس هو الشيء اللي بيأكد لي وجودهم انه انا اسمع صوت الجرس اللي ما فيه اصلا زيه في العالم ما اوصف جرس وكم جلس الجرس ما ندقه 400 سنة اخر مر ندقه على عصر نولند دقه كالاقرة ما دقه بعد كالاقرة الا لوفي يوو يا لوفي يعني حتى روجر مر من عنده ولا دقه ولا دقه لوبي دقه يا لوفي رهيب لعله روجر لما خلص رحلته من الرافتيل عاد في العودة الى الصفر او زي ما يسميها خوة محمد النعامي كانت عنده سلسلة العودة الى الصفر بانه روجر وصل للنهاية وعاد يفتتان بدأ ينعاد من البداية ولفها وشاف الدنيا صح هذه كانت النظرية قبل ما تحصل في الواقع قبل يمكن لا نخش في يارك دوريسروزا محمد النعامي افترضها لا 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 محمد النعامي قالها من الكلام اللي موجود على الجرس شافت الكلام الكلام اللي كانت موجود انه اللي كتبها اودين اللي كتبها اودين ايوه اللي اوصلوا ايوه اللي حتى جدوناها في نهاية الطريق وحط اسمه فالأخير توقيع قول دي يا روجر الله فقال هادي وصلها روجر بعد ما راح الى رافتيل فحطت تصور لنا بانه روجر وصل الى رافتيل ثم عاد ولا أبشركم ترى كانت فيه تعليقات كثيرة تقول لك كيف يروح الى رافتيل وهو بعدين عاد يجي الى طب هو هذه الرحلة وهذا الطريق اللي بيشابه وعاد له من جديد يعني الناس يعتقد بانه وصل الى سكايبي اولا ثم ذهب الى آآ رايحة السماء والحلم المشترك بينهم الاثنين صحيح صحيح صدق لحظة لما سكايبيا في أحداث ممكن تنساها وفي أحداث مستحيل تنساها زي لما جوا عند الجرس وقرأوا البونجليف بعدين لقوا رسالة على الجرس مكتوبة منحوطة وقرأنا الرسالة ومكتوب قولدي روجر حدث مستحيل تنساها نعم من أول مشاهدة مستحيل تنساها مرت سنوات آركات آركات بعدين جاء الفلاشباك حق أودن أقسم بالله عبدالجليل أظن البث محفوظ ندرت لما شفت أودن يكتب الرسالة وروجر جاءت يا الله كل شيء كذا كل شيء كذا في عالم أودن ولسه هذا يعني حاليا خليه في فقرة المانقة طيب طيب لعلك حسيت بالكلام أيوه أيوه فاهمك 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 بس ما نبغى فينا الصاملين قاعدين يتابع الأنمي ما نبغى نبعص عليهم الموبر خليهم ليس يعيشوا اللحظة طيب سؤال مهم هنا طبعا الأسئلة هذه برضو جهزتها يعني أنا وحد المشرفين السلام حساس بس يساعدني في صياغة الأسئلة هل تعتقد أن دور إيني اللي انتهى في القصة؟ بالتأكيد لا أيوه الكاتب ما كتب هذه الشخصية وكتب حكاية الطموح وأرض الأحلام حقته ما حط فاكهة بهذه القوة ولا سفينة وفاكهة مهمة جدا ترى مهمة مش بس كفاكهة تستخدم كمصدر طاقة برضو برضو هذا مصدر طاقة أنا شفت والله ثريد شفته على تويتر أنا آسف للشخص والله ناسي اسمه بس أتكلم عن ما أتوقع رضوان رضوان حبيب أنا أتوقع رضوان وجهه له تحية واللي فريق والرائعين أتوقع رضوان أو سكوبرقبان فريق سكوبرقبان والله ما أنا فاكر سامحوني يا جماعة أنا آسف أنا ذاكرتي في الأسماء سيئة سكوبرقبان هذا يعتبر طاقمنا بالله غير الدكتور محمد وبين ميكر وبين ميكر الله هذولي هذولي رائعين رضوان وأسكوبرقبان وبين ميكر رائعين والله رائعين عندهم ما شاء الله قدرة عالية على البحث نعم وربط المعلومات في بعضها عموما فيه أحدهم ذكر المعلومة هذه في تويتر أحد الأشخاص اللي يقولنا اسمهم هو الفرق تكلم عن إنه ترى لو تفكر فيها وان بيس ما فيه مصدر طاقة ما فيه مصدر طاقة نعرف وكذا واضح وصريح حلو فيه بنزين لا إيش فيه كوكاكولا 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 ايوة بس لا يعني ما فيه مصدر طاقة كذا واضحة مصدر طاقة ما فيه ما فيه حتى الصدفات تشحنها بالضبط فلما تكلم عن إنه تكلم عن كهرباء بيور كهرباء جاهزة برضو ما نقدر نسولف في المانقة في قسم المانقة طيب حلو دور إنه نرجع أنا أتوقع أني قرأت معلومة أنه أودة صرح أنه مكافأة إينيل ممكن خمسمائة مليون دولار لو نزل إلى البحر الأزرق ولكنه راح يهزم لو ما أن ينزل إلى الأرض راح يهزم بمجرد ما ينزل بمجرد بواسطة ما أذكر هذا الشيء ولكن فيه شخصيتين مرجحة كان فيه دوف لامينغو في جايا قاعد يقاتل بيلامي أوكي وكان فيه أوكي جي في الجزيرة اللي راح له له فيه بعد ما أيو أيو أو في أول اللي قاله نعم نعم في أول اللي قاله فما أدري أيا كانت الشخصيتين ولكن هذا أعتقد أنه تلميح للهاكي يعني أنه فيه شخص آخر يستطيع القضاء على إينيل غير صاحب فاكيات المتطر أيو أنا نتكلم عن أنت عشان تهزم إينيل بالضروري يكون عندك هاكي تصلب نعم بالتأكيد لازم لازم بس هاكي التنبؤ اللي كان عند إينيل عالي جدا جدا كان يقدر يستشعر بوجود أشخاص عن بعد مسافة طويلة صحي بعيدة جدا كانت مساحة في التغطية حققتها هاكي عبارة عن الجزيرة الترابية الساحة العليا كان يسمع فيها كل حمسة تكون موجودة في هذا المكان حتى توقع عدد ذكر عدد قال فيه ستة أشخاص أو شي خلال ساعة سنتهي سنتهي المعركة على خمسة أشخاص يبقون أوف عبلا وجوه ستة بس قال أنا بقتل واحد عشاني حقق النبوءة حقق حالة حالة طيب نرجع للجزئية اللي ما كملنا السوال فيها إيش ممكن الدور اللي خلينا نقول القمر جزء مهم في عالم ومبيس لا محالة حلو والقصة تبع إينل اللي اكتملت أثناء عودته للقمر وإن عاشوا للروبوتات وإن كانت المخلوقات هذيك أكيد أودا ما طرحها لأجل الطرح طب أوكي أنت يا عبد الرحمن تعرف إيش في فالقمر وإيش هي الأثار بس أنت عندك المعلومة المعلومة هذه لازم توصل إلى روبين لازم توصل إلى الطاقم لازم توصل لأحد يعيش أحداث القصة ويعيش أحداث العالم الوحيد اللي ممكن يوصل مثل هذه المعلومات هو إينيل ما في خيره أنا ما أعتقد أن الكاتب راح يرمي ثروة زي مدينة كاملة من الذهب صنعت في سفينا متقدمة جدا ما أتوقع أن يرميها في الهواء إلا لا بد يستخدمها في القصة ويوظفها بشكل ممتاز يعني ما أتوقع أنها راح تنزل قبل آخر آرك ممكن نشوفه في الأحداث المعلومات اللي تحملها هذه السفينا من القمر من سكايبيين من السماويين جاي على متن سفينة إينيل هذا شيء مؤكد بالنسبة لي وللت توقع الكاتب عنده كرت ما راح يستخدمه لا بد يستخدم كل الأكرات صح حتى إينيل هذا صح مستحيل يتفوت اللي يقول أنه إينيل مراشع نصيب عظيق الأخوان اللي تابعوا الأنيمي وما تابعوا قصة إينيل بعد وصوله للقمر ضروري تتابعوها ممتازة ممتازة جدا يعني هي حرفيا ممكن تعطيك تصورات أكثر لأرك سكايبيا وتوقع أنت استفدت جزء كبير من من تفاصيل أرك سكايبيا من قصة إينيل من قصة إينيل من قصة إينيل والتفاصيل اللي ظهرت بس لعله شيء مزعج أنه بعض القصص أغلفتها المانغا ما تذكر في الأنيمي على رغم أنك راح تشوفها مهمة جدا يعني أيوة يعني كريبو مثلا كيف وصل لوانه هذا شيء عمرك ما راح تعرفه إلا لما تقرأ أغلفة المانغا كريبو اللي يستخدم الوحل أي الله يشغله هذا كيف وصل صدق أيوة هذه القصة حقته موجودة في أغلفة المانغا الكاتب بعد ما انتهى من آكل يوجين حط لك قصة جانبية في أغلفة المانغا اللي يكتبها الكاتب في كل فصل أيوة فوضع لك بأنه هذا الشخص كان عنده هذه المجوهرات وكانت عنده جاء تواجهه مع إكس ديريك إكس ديريك دبح وقاتله قبض عليه ودا في السجن حق أودين أنه المفوض يخضع ويصير واحد من جيس كائده فهذه الأشياء تفاصيل هذه كانت موجودة في أغلفة المانغا بس أنا أقول لكم اقروا جميع قصص أغلفة المانغا لأن الكاتب قد يقتبسها ما يقتبسها زي مثلا وابل اللي شفناه في أركا ريفري جابوا لك في حلقة كيف أنه اتطور من أنه انطرد من مملكة الدرام أيوة وهذه شفتها أنا هذه في الأساس كانت أغلفة المانغا مهم وجودها في أركا ريفري في المانغا بالله أغلفة المانغا قديمة جدا حتى الكاتب أوكي لما رجع بنا نفسه من الصيف نعم من الخطأ أن نشوف أغلفة المانغا حرق المفروض أنه إذا تتابع وان بيس تشوف التفاصيل وهذا ترى ذكاة تسويقية لفكرة فعلا أنت حتشوف في العمل تابع لنا حتشتري مانغا حتشوف شيء خصوصا المجلدات وأسئلة الاس بي اس ومرات عنده الكتاب الأزرق والكتاب الأخضر والأحمر كل فترة يطلع للك كتاب يكون فيه أسئلة ومعلومات ما هو عاقل ما هو عاقل الله يقوم بالسلام إن شاء الله يرجع لنا بعد جهر ويطلع لنا ليزر من عين زاحفة موفة صعات من تهي طيب خلينا نشوف إيش باقي من أسئلة حزب الشاهي ايوه يا بوي أشرب والله الشاهي يا أخوان في الكاسات القزاز له طعم مختلف على أني يعني هجرت الشاهي الأحمر من فترة طويلة غلطان ترجع لهم مع وامبيس لا بس بالطريقة ذي أنا أحبه جدا يعني حتى في محل فول عندنا مشهور في الطايف لما تطلب لك صحن فول تميس والشاهي ما يسوي لك اللي بالطريقة هذه كاسة جزاز لذيذ طعم مختلف طيب الآن خلينا نقول أو خلينا نحاول كده نرسم خط زمني بشكل سريع على اللي صار قبل كم يعني أنت لخص ليا كده قبل 1500 كده صار كده كده سنة لين عند إين الخسر وراح للقمر يا سلام يا سلام قبل 1500 سنة كانوا موجودين في القمر انتهت الموارد هناك نزلوا على الأرض تأسست المملكة قبل 1200 سنة انتهت الموارد مصادر الطاقة الله أعلم انتهت في سبب خلهم ينزل للأرض نعم يبحث عن مصدر طاقة وموارده والله أعلم قبل 1200 سنة تأسست المملكة الموجودة في جزيرة جاية استمرت إلى ما قبل 800 عام صارت في حرب كبيرة تفرق من كانوا يسكنها بقيت لها الشادية إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام طبعا عرفنا عرفنا أن سكايبيا فيما بعد السوطن وجزيرة سكايبيا جزيرة الغيوم السماوية وكذلك البيليكان ستوطن وجزيرة غيوم برضو اسمها بيليكا تدمرت عن بكرة أبيها والسبب كان إنل قبل 400 سنة كانوا موجودين الشاندية منذ 800 سنة إلى 400 سنة حتى قابلوا نورلند بعدها صعدت الجزيرة إلى السماء في الوقت اللي كان رح يتم غزوة سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا أخوان كيف كده الله أعلم إلى أنتقت هذه الأعراق والتقوا كأعداء ولكن لو في جمع ما بينهم في أعراق ودق الجرس ودق الجرس وسر إينل إلى إلى القمر إلى القمر بس لو تفكر فيها يعني إيني لصح أنه خسر بس حقك حلمه نعم حقك حلمه وأفلح شغل سفينة إلى القمر إينا أخذ كل اللي يبغى إينا أخذ كل ما يسمى القمر الأرض أرض الأحلام الأرض الأحلام نعم أرض الأحلام وكان إنه قال شي له علاقة بلون الأخ الضارول وصفها بلون ما أنا متأكد المثير في الموضوع أنه أرض الأحلام تحتاج سفينة الطير وتعارف أنه وفي ذاك المكان أصلا أنت تعرف أنه فيه أثار من فين لك هذه المعلومة يا إينيل كيف عرفت أنه فيه أرض أحلام ونت تبغى تروح لها وتصنع السفينة اللي تخليك أن تبحر لها هذه المعلومة كانت موجودة في جزيرة بلك الله فيه معلومات يعني في السابق كانت عند إينيل من فين جابها إحنا ما نعرف لربما الخيط البسيط اللي ممكن يغسلنا لمثل هذه المعلومات هو ووروج اللي هو أحد السوبر نوفا أهلووج البلكانية الوحيدة اللي نعرفه في القسم اللي نزل وصار قرصان وقادح ومارة فيه مارة شيطان رهيب حلو أتوقع كده أننا نغطينا إن شاء الله أهم المعلومات عن سكايبها في شي خلينا نتكلم عن يعني بحكم أن أودي يعني مرة مدمن على موضوع على اقتباسات يحب يقتبس الميثولوجيا إيش الاقتباسات أو إيش الميثولوجيا اللي اقتبسها أودا في أرك سكايبي طبعا هذا البرت بالذات ما هو تخصصي ولكن بس ممكن يعني إذا عندك علم فيه أنا أقول لك كلام مثلا محمد النعام في سلسلة لتواتا ديدانان ذكر فيه حكاية أن تواتا ديدانان أودي كانوا يعرفون بأقنعة اللي تلبس الكلب شوفنا قارب قارب لابس قناعة كلب شوفنا برضه شيوخ الشاندرا كانوا يلبسون أقنعة الكلب كذلك الأم المقدسة اللي تتواتا ديدانان اسمها قايا أو جايا نفس اسم الجزيرة نفس الجزيرة ذكر برضه إنليل إنليل برضه إله مدري إيش عندهم إله إله البرق أو الرعب أو يمكن السماء أنا ماني متأكد الصراحة هذاك تخصص النعامي لأنا افتكر المعلومة لأني شوفت واحد من فيديوهات محمد النعامي عندي ديدانان بالضبط حتى الاسم حتى أنه في وصفهم واحد عنده يادي طويلة هذا سلينغ آرما لوكي لوكا حتى الاسم لوكي لوفي حركاتك ياودا حركاتك ولأه قال أنه في واحد منهم اسمه نوادة عنده يده مقطوعة وعنده يد فضية مكانها سبحان الله لا بس حلو شوف أودا لما يقتبس حاجة يقتبسها كده يعني بشكل غير مباشر نعم ويعيد توظيفها بطريقة الخاصة بس يوريك أنه أنا أقدر اقتبس لا لا هو أعتقد بأنه يستعرض عضلاته في المعرفة عضلاته الثقافية أقول لك أنا أعرف أعرف كل شيء ومن حقه صراحة والله من حقه اللي قاعد يسويه مش سهل طيب ثقافة المايا موهي مقتبسة نعم المايا المايا حتى مبانيهم نفس مملكة الذهب بالضبط بالضبط برضو يعني لعلي ذكرت أنا في إحدى الحلقات نفس شعب المايا وعندهم نهر كانت فيه برضو نحوذ ذهبية على شكل مخلوقات هناك موجودة يا سلام أيوة على شكل بعض الطيور وعلى بعض الهذا ولعله نهر الأمازون كان فيه وقال برضو أنه غرقت فيه مدينة الذهب كمان الله أيوة وحتى اللي زارهم زارهم لعله ما يحضن للإسم بس فيه اسمه دي بس مكتوبة دي إي آها أوكي بس أنا ماني متأكد بس اسمه شيء دي إي فيه هرجة الدي تبعا أيوة وزارهم برضو قبل لعله قبل 1500 سنة أقعد أطالي 1500 سنة هنا و1500 سنة هناك برضو تحسنوا أنا ما أدل أنا من قوتها أعتقد معقول الكاتب قاصد هذا كله لعله مو قاصده الواحد يحتار يعني إذا قاصد هذه الحسبة من أولا إلى آخرها فأنت أذهلتنا الصراحة لكن المايا باللبس بالشكل ببعض التقاليد خصوصا الخيام الشيء كثير نعم الطبول هذا كانت موجودة زي ما هي جميل طيب كده يا جماعة احنا بنكون خلصنا الجزئية الخاصة بسكايبيا نعم وشكرا مرة شكرا عبدالجيدي صراحة على التنوير والأشياء الجميلة اللي نورتنا فيها وأنا واحد من الناس اللي كنت أحتاج صراحة رفريش المعلوماتي في أركسكايبيا ومع ذلك لا يغني عن الإعادة نعم هذا لا يغني عن الإعادة فالآن احنا بنخش على كده شوية سواليف في المانغا ونحاول نربطها ونحاول نربطها في سكايبيا فإلى هنا يفترض يطلع لك كده إشارة في الخطة الأحمر أنه أحا خلاص حنا نخش في المانغا بتقدر تقفل الفيديو ضبطنا بلايك ونشر الفيديو إذا أعجبك وبنخش على موضوع المانغا حلو عودنا يا عبدالجليل أخذنا فاصل أنا وعبدالجليل شربنا شاي نعم تقهوينا سولفنا عن ينبع وعن آخر زيارة ليا في ينبع كانت قبل ثمان سنوات جيت كده ينبع وقلت بروح أشوف شفيه في ينبع ضعت ورجعت ما كان عندك رقم ما عندي أحد ما أعرف أحد ينبع وأنت صديقي يعني اللي كنت أعلم في ينبع ذي كلام كان فيه جاهزة ومن يفاكر إشي اللي صار إن شاء الله تيجينا ونقابلك ونقابل صديقك والله ما هو غلط والله فرصة سعيدة زي ما جيتنا الطائفين نجيك حننا ينبع إن شاء الله طيب يا أخوان مانغا حرق اللي مالوا في المانغا يشوف له صرفة أحين مع الشياهي بتيجي سواليف حلو أنا ما ودي نفسفس كثير حلو ولكن بما إننا تكلمنا عن جاية أيها واختفاء الجزئية اللي فيها مدينة الدهب بالتحديد لما قالوا إنه الملك الظالم نعم قال إنه أنا أخذت موافقة من مريجوة إني أروح أغزو أسرق أستعمر بكيف أعطوني الضوء الأخضر نعم وبقدرة قادر في ذيك اللحظة اختفت الجزيرة وصعدت إلى السمر صحيح إحنا الآن أمام عدة احتمالات ولكن خلينا نقول احتمالين حلو واحد هل هل اللي صار هو احتمال ضعيف هل اللي صار للولوشيا واللي صار للغود فالي حلو هو تدمير ولا صعود للسماء لا هذا تدمير حلو لا لا اللي صار للولوشيا للولوشيا واضح أنه تدمير لولوشيا الاحتمالات كثيرة لولوشيا وغود فالي ما فيها كلام تم محوهم نعم أنا ما أستغرب بكرة من الإقهد يروحوا على قادفالي عادي وين تطلع القادفالي أكيد في الغراندولاين في العالم الجديد اختفت سينجو جو قال اختفت من الخارطة تماما هل يصدون اختفاء نفس اختفاء لولوشيا ولا اختفت في في التيارة مغناطيسي اختفاء زي بنك هازارد اختفت ايوه اختفت بنك هازارد ولكن الطاقة مصنع ايوه وممكن صارت مصيبة كبيرة نعم نعم بالعكس والله نشوف قادفالي يعني حرب فيها روكس دي زيبك من جهة مع الفطاحل اللي معاه ومع قائد الفرسان المقدسين اللي ظهر لنا ياه ذاك الحاكم حقه اللي نفس عائلة شانكس غارليند غارليند اعتقد اسمه بيرغالد اعتقد بيغارلاند غارليند ايه بيغارلاند غارليند ماجد ماجد يقول بيغارلاند دي غارليند كله جايز كله جايز نعم بس اشوف معركة زي بيكة قوية جدا قد تكون دمرت هذا المكان احتمال انه يصير لها زي اللي يصير لبنك هازارد طيب لكن لنوش يا كلام ثلاث ما فيه مجاد جا سلاح معين كلا وشافظ بناخدها واحدة واحدة حل وبيكون النقاش فيها جميع يا سلام الان الملك الظالم اخذ موافقة من ماريجوة قالوا تفضل روح عيث فيها فسادا اخذ الضوال اخضر وبطريقة ما الجزء هذاك من جايا صعد الى السماء التيار هذا ممكن فيه احد قاعد يتحكم فيه والله انا ما اخذتها لانه كأنه لانه كأنه فيه قوة معينة مجهولة حلو صعدت بجايا للسماء لغرض حمايتها من الملك الظالم ومن الاستعمار ومن المعلومات الموجودة في البوننكليف جميل والاثار الجميلة اللي فيه اجل هذه لازم تسامحني وتعذرني ايه ويه واخذ راحتك احنا قلنا التفاصيل ما تغني عن اعادة المتابعة يس هذا كريكيت مونت بلاند كريكيت قال انا راقبت تيار الينبوع العمودي لسنوات طويلة واكتشفت حسبة اني اعرف انا متى وفين ممكن يظهر التيار هذا ويصل السماء بالارض معاته فيه جدوى معين فيه حسبة يمكن قبل ثمانمائة عام صالي حول حسبة حقتهم وبناء على التنبؤات انه في هذا الوقت في ذاك الحدث في وقت لهذا بتصير لازم اجزيل اطروحي فهي انا برضه اشوفها حسبة او او تدخل معين تدخل قدري شي قدري يعني ايو لانه لما جاء لما عندنا شي اسمه نولند شاف حصل وشهد ومعه شهود وشاف مدينة الذهب وشاف كل شي هي اسمها مدينة الذهب ايو شاندر ايو شاف كل شي ولما راح نولند يبشر الملك الظالم ايو وقرر يوصل لا في شخص مفروض ما يكون موجود مفروض ما يشوفها اي شي لودي سمع لازم حيل طب انا عندي ما عليش خليني اخذ دوره مقدم بس الك سؤال ايو اتفضل احنا قاعدين نسولف اي حلو هل تعتقد بانه لوفي هو الفتى الوحيد المتنبأ به او لا في اكثر من شخص متنبأ بوجوده اه شوف في معلومة قالها ريلي ايو في ارخبيل شابوندي يا سلام قال ما نفاكر النص بالضبط ولكن قال انه احنا طاقم روجر وصلنا في وقت مبكر معنات انهم وصلوا وقالوا مش انت اللي المفروض توصل اححى لا باقي في واحد ثاني مفروض يوصل مو انت يا روجر صحي مو انت يا طاقم ريلي مصبوط ولكن وصل روجر الى لافتيل زي ما قال ابرا شانكس واحد من اصدقائي حكيتك عنه حبيبا كتجديد للرسالة كتجديد للنبوة النبوة ماتت منذ ثمانمائة سنة ما في احد احياها لو في رحلة الوان بيس بسبب كلمات روجر يا سلام روجر تعتقد ان روجر من الاشخاص المتنبأ فيهم ما فيها كلام لا محالة في سيناريو محفوظ يقول انه بيصير كذا وكذا وكذا وفي صفات معينة قد يكون احد الصفات هذه الحلم المشترك ايوا ما بين روجر وما بين لوفي جميل وصفات ثانية كثيرة حلو حلو انت جبت مثال يعني اجمل مثال الصراحة يعني لكن في مثال ارضي ايضا مومونسكي احكاية ملوك البحر لما يتكلمون قالوا سيولد قائدان او ملكان بس ذيك الكلام قالوا زمان في عهد روجر قالوا في عهد روجر وروجر و اودن سمعوا بظل انه شي راه و شي ما ولدت لسه بالضبط الملك نبتون لسه ما تزوج بالضبط ولكن هذيك المدام شارلي تنبأت بوجود قالت بيتو يولد حورية بعد خمسة عشر سنة ايوه ايوه بعد خمسة سنوات لانه ايوه يمكن خمسة أو ستة سنوات لانه عمرها ستعشر سنة الان شي راه و شي وفي اللحظة اللي وصل لها لوفي تفعلت قدرتها البوسايدون يا سلام شوف السيناري متى تفعلت لما وصل لوفي وعلما انه لوفي هم نازلين عند جزيرة البرمائين سمع صوت ملوك البحر ضبط ضبط فانا اجزم اكاد اؤمن بانه حكاية فيه اكثر من شخص متنبأ فيه هذه واقعة يعني شوفنا شراه وشي ومبكرين بالحضور اكيد مرح سلح وشي بوسيده مو موجود فيه حكاية مومنوسكي ذكر بالاسم ويتحكم بالفيلز ونيتشيا فيه وجود لوفي برضه انا اعتقد انه انت ذكرت مثال روجر رغم ان انا كنت رح اواجه صعوبة في ذكر هذا المثال ولكن تريحتني يعني مو بس متنبأ فيهم بزمن لوفي فقط بل حتى قبل زمن لوفي روجر كذلك نورلند انا ما اتوقع انه شخصيها مش محطة لا مستحيل يا سلام فيه تفاصيل كثيرة مهمة جدا فهي على حسب النبوءة انه ممكن نورلند يوصل لهذا المكان اذا وصل له نورلند الحسبة تقول بانه لازم في هذا الوقت تطلع الجزيرة الى السماء الله عليك انهم حاسبينها الله عليك خلال 400 سنة ممكن يظهر نورلند خلاص بعد 400 سنة وحاجة دفوها شي زي كذا جايز احنا طبعا انا قاعدين نبحر في الخيال في ونبيس اهبت لا تقول ابحر قول اهبت قول انا قاعد اهبت اهبت ما عندي مشكلة الهبد 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 اسلوب حياة مع ونبيس فالأخير اودا اكيد بيخليك تهبت حتى وان كانك كلام منطقي والكلام فيه مكان وانت مع اودا حتى تهبت حلو طيب جميل فيه حاجة فيه سلاحة للوشيا ايوه هو انا بسألك الان بيجيك بيجيك فيها لا لا بس كمل اعطيه بس بشوف في ذهية بقول لك ايوه حلو حلو هل تتوقع ان فيجابونك هو اللي صنع هذا السلاح لا يا سلاح في مراجعة نزلتها الفصل الفستة ثمانين في قناتي ممتاز وذكرت فيها تحليل دقيق جدا ولكن بشاركه معك هاتسنا السلاح اللي دمر لولوشيا هو السلاح اورانس يا سلام اسألني شلون 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 بس ما قال او ماذر ماذر فيه بيجيك الكلام انا متفق معك السلاح اورانس موجود منذ كم منذ ثمانمائة عام شراهوشي هي قوة طبيعية تتورثها الحريات جميل انا بكيف اسلام السلاح بوسيدون موجود قبل ثمانمائة عام ويظهر كل مئة عام سفين بوسيدون هذا شراهوشي عفو بلوتون بلوتون سفينة طيب ركز فيها شراهوشي هل تتطلب مصدر طاقة لا حورية حلو تظهر عندها صفات معينة تتحكم بملوكها البحر يا سلام السفينة ذكرني باسمه مرة ثانية بلوتون سفينة يا سلام ممكن لها مصادر طاقة تشغلها كثيرة سفينة فينا يبتمشي على البحر صح ممكن تكون زي الروبوت طيب اورانوس كيف حتشغل اورانوس حلو كيف حتشغل اورانوس على حسب سياق كلامك انه يحتاج مصدر طاقة مصدر طاقة يا سلام اورانوس موجود عند ايم وسماء من زمان وطافي حلو يا ولد كيف نشغل السلاح ذا شغل طفي يا ولد جيب يا فيقابانك شغلنا السلاح ذا ففيقابانك اخترع لهم شي اسمه ايش مصدر طاقة مصدر اللهب المذر فليم جميل اللي دعم كلامي ذا دراغون ايش قال قال لما سمع عن قوة السلاح وصفه قال ظل كبير في السماء سابه ومسح الجزيرة كاملة وكأنه سلاحه ما 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 دراغون قال مستحيل فيقابانكي سوه شيء زي كده فممكن مصدر طاقة اللي سواه مصدر طاقة وقدرت ايمو سما من خلال مصدر الطاقة انها تشغل السلاح اورانوس وتجربه على مين على لولوشي ليش لولوشيا هي ذكرت بنفسها ليش لولوشيا لولوشيا قريبة قريبة وتمردت ضد الحقوة هذا السبب ثاني عارف كده الجروشي قال يوم معي الكلب كمان يلا شيء لهم حطهم الأسباب مقنعة على انفسهم نعم انت عندك مصدر طاقة جديد ويمكن يكون محدود بتروح بعيد لا ما رح رح بعيد رح أقرب وعلشان كمان برضه ما تسرف في استخدام مصدر الطاقة هذا ما نبغى نستخدمها في المهم والله يطر شوف انت أمتعت لي جدا بهذه النقطة لسه احنا في جدة لما كنت في جدة مع الشباب صورنا فيتو وتكلمنا عن هذا الموضوع يا سلام طبعا ما قلت مصدر طاقة ولو انه مصدر الطاقة تحسوا أكثر أهمية من اللي أنا كنت قاعد أقول أنه جهاز تحكم يعني الأسلحة الاصطورية كلها معروفة أنها تدمر العالم عن بكرة أبي يعني العالم مثلا متأسس على حكاية مثلا الحزام الهادي وعش ملوك البحر لو أنك نثرت هذه الملوك حتدمر العالم لو أنك رأيت بوسيدون اللي من قذيفة واحدة بولوتون من قذيفة واحدة يدمر جزيرة جزيرة كاملة أنت متصور أنه قذيفة واحدة تسوي الباستر كول للجهاز البحرية شيء كبير الباستر كول عبارة عن عشرة سفن ويطلقون كمية هائلة من القذائف علشان يدمروا جزيرة ضبط وما يمحوها من الوجود يدمرون حتى يبقوا زي ما بقيت أهارة أمبلة من بولوتون تسوي باستر كول يسع وورانوس الله أعلم مش ممكن أيها يعني من الميثولوجيا حقاية اليونانيين إن هذا حاكم السماء الأغريق طبعا أنا كانت عندي فكرة وبرضو كنت رابطها في موضوع سكايبيا أنت لو لاحظت أنه الناس اللي عايشين فالمريجوا واللي أخذوا الأرض هذا من اللوناريا هم التنانين السماوية مضبوط على حسب دعاؤهم هم العرق الأسمى ولكن برضو هذه المنطقة الجغرافية لها ميزة خرافية جدا هي المنطقة الوحيدة اللي تكون موجودة بوق السحب أوكي فهي المنطقة اللي ما يوصلها سلاح أورانوس لو تبغى الصراحة يعني لأنه سلاح أورانوس حده على السحاب وينزلك هذه النيران رغم أني أتوقع أنها أسد يعني الموية النار اللي هو الحم وهي ما تبقي ولا تذر خلاص مشكلة ما تقدر تعرف في المانقا في المانقا فيه شيء ساقط نعم هل هي قذائف هل هو شعاع نعم هل هو أسد هو قال ظاهرة طبيعية ظاهرة طبيعية تبدأ تتفكر ترى فيه ظاهرة طبيعية اللي هي الأسدرين تنزل أنطار حمضية فأنا أتوقع أنها مو شيء طاقة بقدر ما هو تفاعل كيميائي لأنك أنت تتكلم عن شيء يختفي من الوجود تمحيه فإذا أنت بتمحي شيء من الوجود تمحي وجوده تماما ما رح تترك أثر تتطلب شيء أقرب إلى الحمض الحمض يمحي وجود الشيء يفتفته أنا متأكد بأن السلاح عندهم ويقدرون يستخدمونه متى ما أشاءوا خصوصا أنهم يقدرون يدمرون كل مكان إلا هما لأنهم هما في مكان فوق السحب ولعلها لعلهم السماويين أو السكايبيان يعرفون بقدرة هذا السلاح لذلك هاربوا إلى السماء هم والبيليكن للهروب من سطوة هذا السلاح بحيث يكونوا في ارتفاع أعلى من مجاله أعلى من مجالهم أعلى من مجالهم أنت برضو لو تهبت بتروح تقول إذا سفينة ماكسيمام تقدر تطير فوق السحب ليش مو سفينة بلوتن ما تقدر تطير فوق الكلام هذا سفينة بلوتن آه بلوتن بلوتن هي سفينة بحر ممكن تطير ليش ما تطير زي ماكسيمام لأنه شوف التقسيم اللي إحنا ممكن نقدر نستشفه من الصور اللي وضحته أنا على السلحة الثلاثة الأثرية سلاح تحت البحر يا سلام سلاح على البحر والسلاح الثلاثة منطقيا أين بيكون يا سلام في السماء في السماء اللي هو أورانوس أورانوس بس أنت لو تلاحظ ما فيه سلاح يقاوم أورانوس يعلو الجميع بالضبط هو يعتبر الأخطر بينهم الثلاثة كلهم يعني حتى ملوك البحر ايش بيقعد يسوي سلام عليك وقل شيء لذلك أعتقد أنه بهذا السلاح سنالحكومة فرضت نفسها وسيطرت على العالم بس إحنا ما نعرف لأنه في مئة قرن مفقودة لكن إش هي القوة اللي خليك تحكم العالم هذا وتسيطر عليه إش اللي يخليك تختار هذا الموقع من بين جميع المواقع هو هذا المكان القرن المفقود اللي هو تسعمية ايو من تسعمية إلى ثمانمية ايوه هذا مفقود ما حد يعرف فيش صار فيه وهو غالبا إلا صارت في المعركة الكبيرة اللي برضو تكلمنا عنها في سكايبيا اللي قال تكلم عنها اش اسمه شيخ الشاندرا اي شيخ الشاندرا قال أنه صارت معركة قبل ثمانمائة سنة وقتها قال أربعمائة سنة ولكن لو جمعناها بتطلع النتيجة ثمانمائة سنة قال أربعمائة سنة الشيخ ترى كان موجود قبل ثمانمائة سنة قاعد يتكلم شيخ اللي هو صادف وايبر اللي هو كان من نفس جيل وايبر مو من نفس كان شيخ وايبر لكن حكاية الأسلحة حكاية الأسلحة ترى مثيرة جدا للاهتمام حكاية أن السلاح هو بنفسه سماوي في السماء يد فيقابانك موجودة في هذا السلاح لا محالة نعم فهي أعتقد أن اللي عنده وسيلة للتحكم بهذا السلاح ستكون سطوة أكبر فلو كان مثلا الزناد حق السلاح موجود عند إيموسا ما فلنقول لأنه إجابة كده تحط إكس على الألوشية أيها هي حطت إكس بعدها طبعا طلعا مو إكس لأنه هي تقول ماذر فليم وأنه خلينا نجرب سلاح فيقابانك وخلينا نشوف أنا أعتقد مصر طاقة جدا ترى دهلتني فيها ما هي بطاري كلمة سلاح قالوا نبغى نجرب الماذر فليم أيها ونتأكد من فعاليته اللي هو مع بيقابانك احتمال السلاح السلاح ما يزبط فأنا يحتاج بيقابانك يزبط لنا يا سلام طيب فين ظهر شيء زي اللي شفنا فيه لولوشيا أعتقد بأنه الأزمة اللي تسبب فيها كركودال في أرابستا جات بسبب حاجة اسمها دانس بودر تبع المطر يا سلام أنت من ذاك المكان تقدر تبخر هذا وتطلع المطر والمطر يمطر عليك في ذاك المكان ولكنك ستسرق الأمطار من مكان آخر وهذا بحد ذاتها كانت كارثة طبيعية وحنا نشوفنا ذا حين وزير للبيئة من ضمن القروسي وصح وزير البيئة وزير زراعة وزير مالية وزير علوم واقتصاد ما أتقدر أيوة اللي هي مدريش العلمي أنا للأمانة قرأت الشابتر مرة واحدة وللعادة قبل أي بث أقرأت ثلاثة أربع مرات أنا قرأت ذات مرات ووقت المراجعة ووقت البث مرتين نعم فهذه كارثة طبيعية حتى سابه لما كان يوصفها يقول مدري هو مخلوق هي ظاهرة طبيعية ما قدري ميز هي شيء غريب الظلة الأسود أنا شفته في الدانس باودر بس أنه كان ظاهرة طبيعية لكن شيء يمشي ويحدد للوشة بالضبط وينزل بس عنده القدرة على إخفاء نفسه بالسحب ما أتري أنا عشان كنا شوفهم التفاعل يعني خلينا نقول أن السماء كانت صافية ديك اليوم مفروض كان سابه شافه صح هو ما قدر يحدد هويته فهل ممكن تكوين السحب جزء من إخفاء السلاح هذا؟ أعتقد لابد لابد يورينا شيء يطلع السلاح شكله على شكل سحابة عادي عصلا هذا الشيء بحد ذاته مرعب سحابة معدية كده سوداء بتمحي لك جزيرة من بين تهرب من السحابة تقدر تهرب من السحابة يا لطيف وفوقك على لطيف يا لطيف فأعتقد أنه الرعب هذا السلاح علاقة بارة بسة علاقة عفوا في سكايبيا أنه سكايبيا يقدرون يهربون من هذا السلاح بكونهم فوق السحب التحديد المريجو أنهم في منطقة أعلى من السحب يقدرون يدمرون العالم وهم في مكانهم اللي ما يتضرب فالسيطرة قوية جدا السؤال الحين يعني احنا شفنا إيمو سما خلاص رسميا يعني وتقريبا وبنسبة كبيرة كل التلميحات تقول ومثل ما توقع كثيرين إنها خالدة شخصية خالدة غالبا وشفنا إيفانكوف تكلم في دليل الفواك إنه في شخصية في فاكهة تمنح الخلود ما ندري هل هو يقصد فاكهة لاو أو يقصد فاكهة معينة للخلود الترجمة شوية حاستنا ما بين الرضوان وما بين العاشق ولكن في فاكهة تمنح الخلود فإيمو سما خذتها عن طريق فاكهة لاو فاكهة لاو اللي هيش اسمها أوبي أوبي نومي أيوة أو عن طريق فاكهة خلود بحد ذات جايز السؤال الحين إيش الفكرة يا إيمو سما ثمانمائة سنة ألف سنة وانت عايش إيش تبوها؟ والله هذا السؤال بالذات مستحيل تحصل إيجابته عن شخص غير قودة لأنه أصلا طب خلينا نتكلم في حكاية الفاكهة الفاكهة التي تسبب خلوده ذكرت بشكل صريح هي فاكهة الأوبي نومي فاكهة لا وما ذكرت كده بشكل عشوائي إلا لسبب وبنشوف لها تطبيق سواء في الحاضر أو سبق وتم لها تطبيق في الماضي هو بالتأكيد سبق تطبيقها في الماضي أولا ما تم تأكيد المعلومة هذه في كتب فاكهة الشيطان صحيح نعم فيه أكثر من شغلة عند إيمو إيمو أعتقد أنها متناولة فاكهة الشيطان على حسب الظلالة اللي شوفنا بالضبط وفاكهة زون وفاكهة زون بلعة النيران أنا قلت الماجد يمكنه تنين أحمر غربي من النيران ماجد يمبسط لو طلعت صح لا ماجد يمراحل شاكس ماجد ما يعب لا بس بس تحققت نظريته تكون تحققت نظريته يمبسط فاكهة موجودة فاكهة موجودة ويطير وفوقها فيه بحث خفيف كذا سريع يمكن ما أخذ مني 45 دقيقة كذا بحثته بعد الفصل 85 اللي ظهرت في قوة إيمو سما في آلهة آلهة في اليابان في الثقافة اليابانية اسمها إيمينرا حلو الآلهة اليابانية هذه سطورة يعني كانت تسمى بآلهة الدخان والظلام يا سلام وعندها القدر على التحكم بخمسة عناصر إذا أنا فاكر حلو ظلام ظلال جميل أسهم دخان يا سلام نار أكلة النار أكلة النار قضل الخامسة واني فاكري الرياح الهواء أعتقد لي شوفت أنا الصور حتى شوفت صورة في تويتر اليوم اكتباسات الشخصية ناساسي اللي هو الجيروسي وثم الجيروسي ثم الفواكه المتوقعة هو شوف فواكه الجيروسي زون أسطورية لهم حالة نعم وأنا أتبين لي أنه الزون الأسطوري الفواكه الأندر في الوجود موجودة عند الجيروسي نعم الكاتب خلاها مميزة حتى على اللوغيا وهذا شيء حتى أنه ظهرها لنا بشكل أسود كده يبغانا نلطم شوية فم فزنا ترى هذه حلاوة وانبيس أنه الكاتب يعطيك مجال للتوقع يلا توقع يشوفها بداتك ويعطيك إجابة ثانية زي لما سوى فينا بحركة الفرسان المقدسين أظهر لك صورة شانكس ضل شانكس بلعاني بلعاني بس حركة ذكية ترى نعم هو خلانا نروح نلطم ونتوقع أنه فيه أخ لشانكس أو فيه توأم لشانكس أو لا شانكس هو نفسه أنا شخصيا قلت شانكس قد يكون عمين مزدوج قاعد يلعب على الحبلين والحكومة زارعته بين القراصنة والله أعلم المصيبة أنه حتى لما أظهر لك شانكس ما أظهر لك لها الندبة ولا أظهر لك فيها تلقى حتى لما دخل عند الجروسي ما أظهر الندبة هذه المصيبة ومع ذلك بعدين أظهر لنا فيغرلاند آآ غارلينج 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 أظهر غارلينج أو غارلينج أي أن كان لسه شخصية جديدة سامحونا ولكن طبق اسمه مزبوط اللي هو أبو شانكس الهلال نعم اللي دقنه وشعره كه وقاتفالي حادثاته قبل أربعين وإربعين سنة شانكس وإربعين سنة عمره ومو بس كده عنده سلطة أيوة سلطة يحكم ويجلد مين التنانين السمو أنتم متصورين شام ولا أحد أنا عمري ما توقعت أن أحد عنده سلطة على التنانين السموية نهائيا إلا إيمو سماو الجيروسي بس يطلع فيه واحد انتكي وقائد الفرسان المقدسين طبعا فخم وإلا فخم أكيد سمعت أنه قد يكون هو اللي جرح الوايت بيرد أنا برضه طرحتها في فصلي لأنه لما الوايت بيرد قابل شانكس قاله كلما رأيت وجهك شعرت بوخزة الجرح الذي تسبب به ذلك الوغد من ذلك الوغد؟ كنا نقول وقتها وقتها كنا نقول توأم شانكس واحد يشبه شانكس ولكن طلع واحد من نفس عائلتها حتى اختيارك كلمات وصيغة خلتني أشعر بأنه ذلك الوغد معناته أنه الجرح اللي في وجه شانكس وذلك الوغد هو تيش بعدين الجرح اللي فيه أحب يتلعب فيه بكل ما تظهر معلومة تتغير الفكرة تغير الفكرة روجر هو اللي سبب ندبل لا نرجعنا جالس نزول فيها نوماجد نرجعنا كده في الفريمات روجر واللحية ما ترك عليه آثار نعم هذا الكلام كل الآثار كان جروح صغيرة ات متصور أنه هذا الكلام قديم في أول 250 حلقة يا الله ده حين ات وصلت لفلاشباك أودن لسا فيه أفكار مترسخة في البال ما مرضيها تطلع في شهر أو شهرين طيب حكاية اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد مصر السلام فين كنا نقول الفواكه الفواكه ايمو سما ايمو سما عندها فاكهة وعندها الفلود ممكن أكثر من فاكهة يعني زي تيتش ليش لا بسبب يخليك تقول لا شوية لأن الجروسي قالوا إنه تيتش هو الأول في التاريخ خلي أكل فاكهتين شيطان اوه صح ايوه فحكاية أنه بس ممكن يكشدون بيستيثناء ايمو سما ما تدري ممكن قالوا الحوارات مقبلة عندما تتكلم عن ايمو سما تتكلم عن شخصية عايشة من من ألف سنة الله أعلم كم عمرها على حسب كلامهم ترى ما يعتبرونها بشا طرح على حسب كلامهم استغفر الله فيه ناس يقول لك ممكن هو طفل فيه ناس يقول لك ممكن هو مخلوق نادر من عرق نادر يقول لك بشري عادي ناس يقول لك ممكن من الدي ناس يقول لك مخلوق وفي الأخير بيقابانك قال لك أنه في اسم ايمو وقال اسمه نورانيا نورانيا شيء زي كده كان أحد الملوك المؤسسين لحكومة العالم والكلام هذا لو تفتكر كمان قاله الملك كوبرا قال ايمو دا الاسم مو غريب قاطع وقال له لا تسأل فلن أجيبك اه تسأل فلن أجيبك لو لازم يقاطع الكلام لو تلاحظ شوف حكاية دي وحكاية مملكة نورينيا وحكاية الكاتب حتى أوية الشخصية خلها مخفية وأنا متخوف من شغلة أنه هذه الفصول الثلاثة اللي ظهرت في الأخير لجات التبازع في الأنمي هيخلي الفويس أوبر ما هو معروف حتى لا ذكر ولا أنتا ذاك الصوت المجهول ذاكار ولا أنتا أنا ما راح أقول لك حتى جونسو الآن أنا ودي أنه يطلع الصوت أنا ودي أشوف يعني ودي أرطاح أنه هذا صوت أنتا بس يا عبدالجليل في أشياء كثيرة أنا أريد أن أعرفها لحيك أوكي في حاجة حلو أنا أحكاية أنه فاكهة أو فاكهتين أعتقد أنها ماكلة فاكهة والأقرب أنها ماكلة فاكهة والخلود جاء من فاكهة الأوبي أوبي نومي أوكي وهذا بالعكس يعزز عندي فكرة حكاية أنه من بين كل القراصنة دونكي هوتي دوبلا مينغو منشن فاكهة الأوبي أوبي نومي ويبغى يحصل على الشباب الأبدي زيه زي ويبغى يدمر العالم بسبب الكنز اللي شافه في الماريجوة كنز ماريجوة الغامة مدري العظيم مدري سمه وهدفه يبغى يدمر العالم وفيه سلاح أسطوري ممكن يدمر أو أسلح الأسطورية تقدر تدمر شيئة كثيرة ممكن تدمر العالم لو فيه شخصيا الآن بفاكهة نيكا يقدر يحضن القرى الأرضية تصدق أنه بالنص بالنص اللي قالوا بأنه يدمر العالم هم الأسلح الأسطورية وبعدها قالوا الويت بيرد وفاكهته سينجوكو لما قال هذا الشخص يمتلك القوة التي تدمر العالم يقصد الفاكهة ويقصد الويت بيرد نفسه كشخصي لأنه في الأخير لا أعتقد أنه تيج ممكن يتوصل نفس مواصلين لاستخدامه ويأتي للقوة ولكن ويأتي السلاح أطلع هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا محل التمييز وما شاء الله العامل الأفغاني عملواط مرة عملو ما في أي شبه بس الله أم كان رابط عمامة بيضة عمامة سودة زي البندان زي البندان بيضة والسودة الله أني مان يفاكر قامت جود قاتي بابا قلت لأنا قلت لأي شبه اللحية البيضة قلت لأنا سوصوص رح يسمعك يا شيخة لا لا أنت تخليها تناديك وياجي ما هي راضي ما هي راضي في الستيووك قلت لأتقولين له بابا ولا وياجي ما في سلكت لكم في الستيووك قالت إيو ويوى بقول له وياجي وفي البيت قالت والله ما أقول لك إلا بابا إيش يعني وياجي قلت وياجي يعني بابا لا لا أنت بابا خلاص الله المستعى خلاص بابا أحلى من وياجي طيب أسلم طيب فحكاية أنه تيتش ممكن يكون يت دفلمينغو دفلمينغو يبغى يمشي على نفس الهدف حق إيمو هذا بحد ذاته يبين لهوية إيمو بشكل أو بآخر إنه إيمو خالد عن طريق فاكهة الأوبي أو بنومي تستطيع تدمير العالم بالسلاح اللي هي تمتلكه هذا السلاح لو حصل عليها دفلمينغو حيدمر العالم عن بكرة أبي كلها تقول لك بأنه أورانوس هذا اللي أنا قاعد أشوفه أورانوس الشيء اللي أضافه في جابانك ممكن يكون مصر داقة وممكن يكون تحكم هل ممكن يكون هو أورانوس هو سر مريجو نعم يا سلام والله أنا على نفسي كنت مؤمن أنا مؤمن مؤمن من 2017 مؤمن بأنه هذا الكنز هو سلاح أورانوس لأنه غليبة صراحة لو أعطيت الأسلحة الأثرية كلها لجماعة الدي ترى غليبة غليبة وين التحدي المصيب أنك أعطيت أقوى سلاح من بين الثلاثة تقريبا ووصفا على حسب ما عرفنا ومثل ما شفنا للمملكة لولوشيا أنت معطي أقوى سلاح لإيمو سامر وهذا ما يجب أن يكون الكاتب يبغى يعطيك يعني معلش يعني معلش إيش بستفيد من شراه شيء إذا السلاح في الجو هذا المطلوب لازم يكون في قيود إيش بستفيد من بلوتون إذا ما قدر يوصل إذا هو قاعد يمشي على البحر صح فإذا في أحد بيسقط السلاح ورانوس بيكون مين بيكون نيكا دي اللوفي شفناه طلع فوق السحب صح ونزل على كايده صح يمكن بالهزلية حقته وممكن يوصل لمواصيل ما نتوقع وجودها كت آه أوكي لا تتحركوا إحنا قاعدين مرة فالليناها ترى فالليناها نكمل نكمل إحنا قاعدين نتحرك زي كده عبد الله قطعنا قال يا عهل أنتم منتف ملاهي يعني خاف الله والله أخي السواليف طيبة يا عبد الجليل أي لابد طيب أسلم فأنا أقول لك أنه شفنا تطبيق واضح لوفي طلع فوق السحب نعم لما فعل فاكهة نيكا أي وصار ضخم صار عملاق يمكن ما يأثر فيه الحم هذا لو كان حم أحنا ما نحرم أعبوا يا صديقيني لوفي لو مسك السلاح ورانوس بيسوي فيه بيحولوا كورة ويلعب فيه زي ما لعب بكايدو والله كانت حكاية كايدو هزلية بزيانة والله أنا أشوف من أروع الأحداث اللي ممكن يرويها أي كاتب وبجرأة ما حد يسويها والله يا جرأة ما نقدر نختلف عليها بس للأمانة كايدو أنا حبيته كايدو أنا كايدو نحترم حبيته والله أي نعم لا أتفق مع مبادئه بس والله شخصية قوية على المصر تحترم قتالات كايدو ممتعة حوارات كايدو ممتعة نعم للأمانة أجواء كايدو السكرات تبعه رهيبة أنا كنت ظالم كايدو لما كنت أحسبه مجرد كتل أعضلية لا لا لكن لما شفت نقاش وكلامه فلاش باك كينغ بحد ذاته هذا شيء رائع الله رائع شفت الولاء خلاص بالنسبة له هذا هو الجوي بوي قال له رد عليه لما فهم الجوي بوي قال الجوي بوي هو اللي يسقطني من مكاني هذا الله وجاء الجوي بوي وجاء الجوي بوي واسقط قدر قدر مكتوب لا لا يمكن صدفة أم عاد كايدو مكتوب لا ما توصل طيب حلو طيب تفسيرك للموضوع موضوع شانكس وخوينا قايد الفرسان والله خلينا خلينا أخذها حبة حبة شانكس راح للمارينفورت يا سلام أوقف الحرب حلو مين أنت قرصان عشان توقف الحرب أنت مش قرصان بس أنت قريب واحد ببصاطي ببصط ببصط بأبس ما أعتقد أنا أعتقد شوف لعلي أبغى نافع عن شانكس ومن مراتة نادرة أنا أحب شانكس أنا أحب شانكس والله ولا أسمع فيه أنا مصنف كارث شانكس بس بس يونكو إمبراطور بحر آخر قاعد يطلب منك بالمعروف وأنت قاعد تشن حرب مع رجل آخر في موقف ما هو في صالحك في معركة أنت انتصرت فيها ليش تخوض معركة أخرى ما لها هدف أنا أشوف شانكس بقوته وبسطاوته والتايمينغ اللي دخل فيه في الحرب كان الأفضل للبحرية أنها توقف فهو برضو قرار قيادي من سينكوكو يعني لا أنه سينكوكو واصلا شاف حتى يعني حتى بالرغم من أنه منتصروا في المارينفورد إلا أنه البحرية تكبدت خسائر نعم تكبدت خسائر تدمر الأسطول تدمر المارينفورد قلعة قلعة المارينفورد لا بس المشكلة أنه غير كده حتى كوبي كان يقول فيه ناس فقدوا فيه أطفال فيه نساء فقدوا فوضى فوضى أنت قتلت إيس إبن رجل وقتلت اللحية البيضاء اللي أنت استخدمت إيس كطعم وانتصرت في معركتك أنت قاعد تقتل الطاقم الهارب أو الجيش الهارب وبنفس الوقت أنت قاعد قاتل أشخاص يستمدون كل قوتهم لقتل رجالك بنفس الوقت في هذا الوبع الفوضوي تيتش قاعد يستغل للحادث هذا أشد ما استغلاله قاعد يدمر يخرب تبليس وتيتش يبغي يغرق الجزيرة علشان يطلع سمعة يسهل له الوصول إلى لقب اليومك اللي يوصل له الآن جاء شانكس رتب لك الصفوف هذه والله عيب ما تستغل فرصة أنه شانكس يأتي يرتب لك الصفوف أنت عندك مشكلة وسمحوله يأخذ اللحية وإيس ويروح يجفنهم كمان ببب هذا احترام او ياجي سينغو كوي يحترم او ياجي على حزب كلام شانكس خلي ذي المعلومة على جنب وأنا أشكرك عليها توضيح رائع جدا وسيناريو صغته جميل ما يحتاج شانكس ما يحتاج أب ولا حلو حلو لا والله يا جماعة الخير ترى أنا أحب شانكس طبعا طبعا المتابعين يعرفون أني أحب شانكس وعدك فيه ماجد العامر من الناس المتابعين حقيقهم بيس يعرفونني أنا ما أحب شانكس من ضمن الشخصيات أيوة بس في نفس الوقت احنا خلينا ننظر من الأمور المتاحة بين أيدينا ترى مو غلط مو غلط أنك تفسر الأمور بأكثر من شكل صحيح وبرضه أنت يعني لا تكون خليك موضوعي شويان بالضبط عادي ترى مو عمو عب أنك تكون موضوعي تحب شانكس بس فكر بالموضوع بأكثر من طريق صحيح طيب هذي جزي تمام دخوله للجرسي ها يا الله يعني وليونكو دائما راحب فيه قبل هذا كله أنت كيف وصلت للمريج وكيف دخلت ولو تدخل مع الباب أنت مو زي سابو متسلل في سفينة داخل يعني ممكن حتى حد استقبل وتفضل أنت داخل مع الباب يعني تفضل أخوي إيش العلاقات هذه أنت صح كيمكن تحتاج علاقات وتحتاج بس احنا شوفنا برضه كايدو عن طريق الملك يتواصل مع السايفار بول ما قلنا شيء بس أنت بنفسك كمصدر خطر تيجي أرض المريج ويش هي السطاوة اللي أنت تدخل فيها الوحدة وسأحدثكم عن قرصان معين أيوة أنت بتدلي بمعلومات معينة إيش الفايدة حققتك شانكس أو إيش تبغي تسوي بالضبط ترى ما زال الجوزة هذا غامض ومنهم استحيل التنبؤ فيه معودة ولكن حكاية أنهم نفس العيلة واردة حكاية أنه شانكس تنين سماوي من بعد الفصل الأخير طرح أبعد شيء عن رأسي كان أنه شانكس تنين سماوي ممكن يكون تنين سماوي لكن بعد الفصل الأخير كنت أقول يا أخوه كأنه الأودة قام يلف ويدور كأنه يبغان أن نوسوس يبغان أن نوسوس إحنا لا نعرف إحنا لسنا متأكدين طرح حتى قرلات هذه يمكن تكون زيها زي عائلة دونكي هوتي دفنة من القبار أو زي عائلة نفرتري الموضوع مع شانكس أنا متأكد أنه شانكس حليف وإنسان صالح أنا نفس الشيء أنا قلت الكلام دام مئة مرة أتمنى أنه ما فيه فيه بس still something fishy something fishy يعني فيه فيه شيء مو مضبوط فيه ريحة مو مضبوط فيه شيء مريب فيه شخصية شانكس مع أنه أفعاله تقول عكس ذلك تماما صدقا أو على الأقل ممكن أودة قاعد يظهر لنا الجانب اللي خلينا نقول ذلك الكلام ما تدري شانكس لما دخل على الجرس يقول له فاكهتنيك أنا فشختها أحكوا يتفشخوا للفاكهة دليل على أنه ضد الحكومة هذه ولا ما يفشخ الفاكهة من حكومة نفسها يعني هو يعرف الفاكهة من طاقم رجال بالإسم سرقها ومن سفينة مو سفينة بحرية من هذاك وهو زهو هو اللي بلش حياته بالفاكهة هذه بس هذه يعني الكاتب بيشكك بس فيه أدلة واضحة بأن تقول شانكس في جهة والحكومة في جهة ضد بعض حلو ما هم في نفس المعسكر حلو ولا رجال ما يورث القبعة يعني تخيل كذي يطلع سيناريو في نهاية هو بيكون سيناريو كسول ما بقول عنه رخيص أيها أنه تخيل أنه بعد ذي الزحمة كلها يطلع شانكس الشرير وهو الفاينال بوس سيناريو تعبان ما بنقدر نتقبله إلا لو أودا صاغوا بطريقة منطقية حلو حلو أحمر الشعر والعين أحمر الشعر وأحمر العين أحمر العين عندكم زينا أحمر العين عندنا يعني رجال يشوف يقدر يميز هو عيال الغربية ما عليك أحمر العين حيل السؤال الآن خليني خليني أخذ رأيك في إيش توقعك للبقعة الكبيرة في الإقهيد تعرف آخر شيء شفنا في الإقهيد قال لك أنه راح تحصل مصيبة هز العالم ولكن تعرف في مخيانات مع الصرصار الليل ترى أيها طرح حرفيا مستحيل تتنبأ أنا أنا لا خلينا أشوف يعني تركي تركي كان يتوقع أنه أنه ممكن يموت كيزرو بحكم أنهم جابوا قفازات تسمح بضرب الضوء كيزرو جاي ضوء ما يلزم تكون هاكي ما أدري هو ربط حلو من تركي بس ما أدري وعندنا مارس المريخ شخصيا متجه للإقهيد نعم موت واحد من الجيروسي مصيبة هز العالم نعم موت كيزرو أدميرال مصيبة هز العالم أولا حكاية الموت لعلي متفق فيها مع تركي بس ممكن يكون موت فيقابانك موت فيقابانك بهز العالم مصيبة هز العالم بهز العالم بهز العالم بشكل مطبيع بس حط في بالك أنه نفس الهرجة دي قبل المارينفورت لما اصطدم تيتش وإيس ظهرت عبارة أنه راح تصير مصيبة كبيرة وإيش صار بعدها تم القبض على إيس تم وبدأت معركة المارينفورت بالضبط بالضبط تتوقع عودة مرمطنة أطول من كذا إلىين تبدأ المصيبة الكبيرة وممكن تكون هذه البقعة الأخيرة نعم البقعة الأخيرة لابد مرمطنة هو حاليا لا بس هل المصيبة اللي في الإيقهيد بتكون هي المعركة الأخيرة لا لا المعركة الأخيرة الإيقهيد مجرد أرك في الساقة الأخيرة في الساقة الأخيرة فإذا كانت أحداث جزيرة بانارو هي اللي أدت للمارينفورت فأحداث الإيقهيد هي اللي تؤديك للمعركة الأخيرة نعم ولكن تتخيل مادر التصريحات هذه قالوا أنه إذا يقولوا أن المارينفورت بتصير لعبة طفال نعم وقالوها وإحنا فهمنا من التصريح أنها وانو واللي صار فؤان وللأمانة شيء كبير شيء كبير لا بيتفوق على المارينفورت بس شيء كبير يعني صار فيه تضخيات صار فيه وفيات صارت فيه أشياء كثيرة صار فيه تطور رائع للشخصيات أنا متوقعت وفيات أصلا في لا وانو ولا أركة الهول كيك آيلند ولكن صدمني أكاتب في موت بعض الشخصيات بس ما تلاحظ خلين نرجع على شانكس شوي ما تلاحظوا أنه شانكس يظهر كذا في لحظات غريبة في نهاية المارينفورت ظهر في نهاية وانو ظهر كانوا كذا قاعد يراقب لوفي من بعيد حط على المجهر ها فعلنيك حلو بعد ما فعلنيك ايش قال شوف أنا الأوان لانتزاع على الوان فيس بس شوف شانكس وتيتش إذا بغوا يرفع للجو يرفعون رتم القصة فعلا رتم القصة كل تحرك لكل واحد فيهم له غرض وأداء يعني زي اتكلمنا على المارينفورت أساسها وسبتها السوسة تيتش الرهيب لا ما هو رهيب والله إنه رهيب والله مو رهيب والله الرهيب شوفت وجهك عبدالجلي حبيب الله يسعدك يا وجيه بس ما عليش اقتنع في هذه الشغلة رجاء يعني صدق في كلمة قالها في كلمة قالها تيتش تحت لما كان قاعد يخرج الناس السجناء من ال لما ضرب هذاك شاسمه قال الحياة والموت بيد الأقدار رجل مؤمن امطوع باللحلة حرام والله يتيتش هذا الكاتب كتبه بعناية خصوص النوم هو في شخصية فون بي اسمه مكتوب بعناية يا رجل شوشو الكلب مكتوب بعناية هو كلب صغير جندسان دمية مكتوب بعناية حتى حفاظت سينيور بنك مكتوبة بعناية سينيور ترى من أروع القصص بغض النظر على المنظر الشخصية تأثير الفقد والأمور هذه كتابتها رهيبة نحن شطحنا نرجع لموضوع تيتش وشانكس تيتش وشانكس أولا تيتش مو بس مكتوب بعناية محور في القصة وبالعكس الكاتب اختاروا أن يكون من الدي واختاروا أن يكون عنده فاكهة الظلام فاكهة مميزة جدا ولوغيا مختلفة عن غيرها وبدأ رحلته في نفس الوقت اللي بدأ فيه لوب فيه رحلته كلاهم الاثنين من الجيل الأسوأ الآن كلاهم الاثنين يونكو وكلاهم من الدي والدي هم أدائم سمع لا تستغرب بكرة تشوفهم متحليفين مع بعض هذه واردة هذه واردة سؤلفنا فيها أنا وماجد مع أنه ماجد يرفض السيناريو هذا وأنا كمان أرفضه ليش تشوف تيتش يخي صعب تشوف تيتش ولوفي يتعاونون كون تيتش كان سبب فيه موت إيس وكان سبب فيه موت اللحية البيضة وكان وكان فيجيك لوفي يقوله يلا أوكي خلينا نتعاون هنا في الطريقة الطريقة ما هو زي كده يعني ممكن لوفي يهزم تيتش وبعدين يتحد ممكن جائز لأن لوفي ما يقتل عداء نحن ما يقتل عداء يهزموه يخضعوه لقصة يخلي عضل في أحداث القصة نفسها دائما كل فعل يصلحوا تيتش يأثر على لوفي وكل فعل يصلحوا لوفي يأثر على تيتش ظهر هذا الشيء حتى في أركل إمبلداون والمارينفورد تيتش لما جاء في الطابق الرابع هو اللي شاء المواجد لانه من الطابق السادس إلى أن يهزموا تيتش لوفي استطاع أن يتنفس في ذاك المكان في الوقت اللي وصل فيه لوفي ماجلان ما لحقهم بالسفينة لأنه يقاتل تيتش للمرة الثانية و تيتش يخمت فاكهته بوابة العدالة اللي فكه لوفي في المارينفورد أساسها المنومة المغنطيسي تابع تيتش الله ولو ترجع من الأساس تيتش ما أخذ نقبة شبوكايل لو لا لوفي ما هزموا كروكدايل هذول الاثنين كلهم مع بعض في أحداث القصة يعني بس بجزئيتك لوفي وهزيمة كروكدايل و كيف تربطت فيه نعم تيتش كان يبغى يأخذ طاقة من الامبلدون بصفة أحد تشيبوكاي حلو اللي منصبهم مكتمل أوكي لو لا أنه لوفي ما قضى على تيتش أوه ما قضى على كروكدايل ما صار فيه مقعد شاغر في الشيبوكاي صح صح ولا يعني ترى حتى المساعدات خلال الامبلدون و خلال المارينفورد مع بعض الاثنين كانوا يساعدون بعض و هما ما يبغوا يساعدوا بعض أصلا بس هذا اللي صار مقدر لهم أنهم يساعدون بعض كعمل الدي فأنا ما أستغرب أنه بكرة في الأرك الأخير يكونون مع بعض في نفس الصف ضد الحكومة و كل واحد له هدفه المستقيل بس أنهم سيساعدون بعض هذا اللي أنا أتوقع جائز 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 بس كلنا متفقين في النهاية أنه المنتصر في النهاية سيحبوا بعض لا بس المنتصر في النهاية بيكون من؟ لوفي طبعا هذا المميز في أودا يعني يعطيه يقول لك لوفي بيصير ملك القراصن حيصير ملك القراصن لكن لك أنت تخيل كيف رح يصير ملك القراصن كيف رح يوصل لأفتيل وبعد ما يوصل لأفتيل كيف بيحقق حلمه اللي هو متشارك صدقني أنا متخوف من هذا الحلم جدا جدا شوف هو أودا حط نفسه قدام تحدي قوي جدا الكلام ذا قالوا ماجز العامر قلناها أكثر من مرة صح أنت تحد يعني إيش بيكون الحلم هذا يا أنك تعطينا إجابة تقنعنا أو أنك تعطينا إجابة تخلينا نصفقك زي السيناريوهات الرخيصة اللي يسويها حالا نهودا والاستهبال تعرف السيناريوهات التعبانة زي كينمون لما انقطع نصين وجاي سولف وزي لما شقر كيف هزمها أوسب فيه سيناريوهات رخيصة يسويها بس أتمنى أنه ما يسوي مهم محورية لا بغض النظرة فيه سيناريوهات كده أودا حدث عارف اللي حدث ممهم يلا سألك سلك أي شيء لعله الإقاذ كان شيء بالنسبة لي أنا ما كنت معجب فيه الإيقاذ إيقاذ لوفي حرام عليك حرام عليك والله جلست أنقز والله جلست أنقز يا أنقز يا عبدالجليل لعله أنا ربما ذوقيا أريد أن يجرب الاستهبال هذا على أي شخصية استحق الاستهبال لكن كايدو أنا أريد أنها تكون أضعف هي هذه الفكرة هي هذه الفكرة أوكي حلو أنا أبغاها أضعف تقنيات الإيقاذ هي هذه اللي شفناها بس أبغى وقتها الجد أنا ما أبغى أشوف معركة زي كده مع أكاينو أو مع شخصيات بالعكس راح تكون إهانة دبل لأكاينو أنه يهزم بطريقة هزلية ما هو أهان كايدو والله كايدو مسكين فاح يعني إيش يسوي يبلش هداء كل ما مسكته أتمطط كل ما خبط في الأرض قام يتمطط كل ما لمس شيء قام يتمطط يلع فوق السحب وخبزني لما يتألم يضحكني لولي أنا تدري متحمس الأكثر شيء أبغى أسمع صوت الطبول طبول الحرب هذي اللي قال عنها زونيشا لما أسمعها وقتها كان إيقاذ وقتها إيقاذ الجوي بوي صوت طبول كيف بيسوونها في الأنيمي مان يعارف وصوت ضحكة الجوي بوي كيف بتكون أنت تعرف الشركة اللي قاعدة تمسك الإنتاج في هذه اللحظة هو أنيماتور كان يشتغل في كان مشرف على على باكز بني ضضب وانش المشكلة عندك مشكلة لا 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 عندك مشكلة مع القيرفاي أنا من ناحية أنا عندي مشكلة مع الطريقة لكن من ناحية إذا أنك بتخرجه كويس أنك تستخدم الطاقات هذه كويس أنك تتاخد خدماتها إيه لأنها تخدم العمل من ناحية أنيميشن تخدم القصة اللي هو وضعها الكاتب نرجع لحكاية الحلم الحلم يقول لك أسوب أو يقول لك زوره ناسي بس أنه يقول أنه هذا الحلم صعب يتحققه إذا ما صرت ملك القراصنة أوسوب قال أوسوب قال حلم صعب أنك تحققه لازم تصير ملك القراصنة عشان تحققه يا سلام بس هل هو شرط أنه يصير ملك القراصنة أو لا يقدر يحققه بطريقة أصعب شوف أنا التخوف حقي مو إيش هو الحلم هو شوف الوصول تخوف حقي أنه أحد آخر غير له في يصير ملك القراصنة الآن إيش هو شرط أنك تصير ملك القراصنة تجمع الأربع حجار البونيغليف وتقرأ البونيغليف طبعا أي وتوصل وتوصل إلى لافتيل ولافتيل بطبيعة الحال فيها غالبا حجر بونيغليف يقول للتفاصيل اللي نحتاج نحتاج نعرفها و راح تجاوب على أسئلة كثيرة منها دي ومنها زي ما قال أودين قال عرفنا ما هو دي بعض النظريات حقا تمحمد تقول أنه في حجر متكلم جاهز وقاله أنه روجر يسمع أحجار البونيغليف يسمع صوت كل شيء أنه فيه فيه قال أنه كان يسمع صوت الكون نعم هو سمع صوت البونيغليف أو سمعها بطريقة ما وقال لأنه هذا يحكي عن شيء ولكن ما عنده المعلومة الكاملة المعلومة التفصيلية كانت عند أودين قارئ البونيغليف وهذه اللغة لازم من أحد يغراها لكن أنت لو تلاحظ شانكس كان في نفس الطاقة مع أودين ممكن تعلم قراءة البونيغليف من أودين ممكن يوصل عندك تيتش الآن خطف بودينغ بودينغ عندها عين الثالثة اللي لسه ما يقضتها نعم يمكن من قبلهم كان عندك هذا كايدو محتفظ وغير أنه أبو أودين طبعا أنا أعتقد لهذا السبب كان كايدو محتفظ بسوكياكي ما قتل سوكياكي بسبب أنه قارئ ابو نيغليف نعم كيف أقتله وإن كان ملك أنا أحتاج قراءة البونيغليف ومعارضة صح عند كل قرصان له اسم دائع سيتو طريقة ممكن يوصل فيها إلى رافتن أو لافتن فأنا خايف خايف أنه لوفي مو هو الشخص اللي يوصل للافتن وإذا ما وصل للافتن بحسنه كان مفروض لوفي لا 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 راح يوصل أنا عندي تخوف أنا لا لا راح يوصل للافتن لا محالة لوفي ملك القراصرة منذ الآن بس أنا خايف عندي خوف خوف كل المؤشرات كل النبوات كل حاجة تقول أنه لوفي راح يوصل للافتن لا محالة على طار النبوة خلينا نختم البودكاست بذيل الهبدة اللي أبغى أشوف هبداتك معايا فيها الآن إحنا نعرف أنه في نبوة وجدت منذ عصر قديم ربما ألف سنة وربما ألف خمسمية الله أعلم منذ قديم الأزل ممكن هذا كله مكتوب في سيناريو معين أنه بتصير المعارك هذه وسيظهر الجوي بوي الأول ويرثه من بعده الجوي بوي الثاني يمكن كمان فيه أكثر من جوي بوي لا محالة وممكن يكون حتى لقب إيمو سما هو لقب ماه مجرد شخصية الله أعلم زي الجوي بوي إيمو سما الله أعلم ولكن مين الشخصيات اللي تعتقد عندها إشراف على هذه النبوة يعرفون النبوة وقاعدين يشرفون عليها عشان تتحقق بالشكل السليم طيب أول شي خليني أقول كروكس في مدخل قراندولاين أوكي هذا الشخصية أنا أصلاً مستغرب اللي عند لابون اللي عند لابون اللي هو طبيب روجر بالضبط هو من قبل يصير طبيب روجر هو قاعد في المنارة أنت شم قاعدك في المنارة إيش وظيفة الإشراف كأنه قاعد يشرف على شي يبغي ينتظر شي معين أنا وبعدين أي بعدين ما أدري ممكن شانكس طاقم روجر ريلي ريلي أشرف على لوفي مدة سنة جان قاعد يدرب وليش لوفي لأنه لوفي الفتن لأنه فيه فيه نبوة معينة روجر معطيهم تعليمات يا جماعة أنا بقيل لسنة بموت مو بس روجر أنا روجر يقول أنا بقيل لسنة بموت ما راح أقدر أحقق النبوة الجوي بوي نفسه هو اللي تأخدم بالكم منه على فكرة فيه تفسير حلو عند ماجد ماجد أو محمد اللي قاله لكن ما تحضرني أحدهما أو كلاهما أيضا كلاهما عينين في راس لما تكلم عن حكاية روجر يقول لعلي أتمنى أو تمنيت أن أعيش في عصرك يا جوي بوي لعله المقصود لوفي نفسه جمع ما يضحك روجر لعله المقصود هو لوفي نفسه أنه يعيش يكمل حياته إلى ظهور الجوي بوي اللي هو لوفي مواردة بس ضعيفة نعم لعلها قبل ثمانية لأننا نتكلم أنه في رسالة اعتدار من الجوي بوي كمان ببطعي الجوي بوي ربما كان في عصر رائع الجوي بوي إرادة لما تتكلم عن عصر الجوي بوي ربما يكون هو حاكم هذاك العصر نعم لكن تتخيل كيف بيكون العصر مرح وسعادة صحيح وأكل وشر صحيح وربما عصر رائع من السلام عصر ذهبي طيب ريلي بعدين ممكن يظهر لنا شانكس قبل هذا كله شانكس أول واحد شانكس هو اللي بدأ قصة ونبيس هو اللي أكله نيكا اللي أعطل الفاكهة وربما هذه توجيهات روجر لعلها أنا أعتقد بأنه سرق الفاكهة عن قصد ولكن لما أكلها لوفي قال هم هي اللي اختارته لا هي اختارته الفاكهة لها إرادة هي اللي اختارته نعم لعله احتمال برضو يظهر معنا شخصية إضافية من طاقم روجر نعم سكوبر قابان سكوبر قابان مطروح بشكل متكرر نعم وسيقل برضو وسيقل هذه أسماء وفي ناس يقول لك أنه حتى ذو الجرح الناري ربما يكون أحد طاقم روجر جايز جايز في شخصية بغاك توصلها بس ما وصلت لها من طاقم روجر ولا برضو لا ظهرت في القص شخصية ظهرت ظهور سريع قل كلامها ولكن أثرها قوي جدا إذا مو الوايت بيرد لا لأنه الوايت بيرد طلب الاعتناد لوفي في العالم الجديد الوايت بيرد يعرف صح يعرف كلام كبير ولما شاف لوفي قال هذا شاف صفات ربما ذكرها روجر وشاف تيت قال لا هذا مو الفتن مو هذا اللي يبحث عنه روجر وقال له في أثبت لي إذا كان فعلا حرف دي يتوسط اسمك وريني ما هي قدرة إرادة الدين التي تنتهي الراهل اللي ما يتورى نعم نعتمد عليه في الحرف طيب أنا باختصر عليك ها تديني في شخصية اللي هي زوجة أودن زوجة أودن أتوقع توكي زوجة أودن أتوقع هي من أوائل من أشرفه على إعادة إحياء النبوة يا سلامة وهي قالت أنا كنت موجودة قبل كم؟ 800 سنة 800 سنة يشي يعني؟ 800 سنة يعني قرن الغابر يعني لحقة الجوي بوي في نهاية القرن الغابر نعم الله أعلم إيش تعرف سافرت أكثر من سنة إيش كانت تدور؟ تدور على مين؟ على حسب كلام أودن هي كلام أن تدور أودن نعم على حسب كلام أودن قال الفتاة اللي تنتظرينه بعد 20 سنة بإمكانك تنتقلين قامت ضربته بشكل رومانسي وهذا أيوة طب تصدق وتؤمن بالله قاعد أقول أن توكي هذه ما ماتت ما ماتت؟ أنا قلتها ما ماتت أقول لك حاجة أسلام توكي رح تظهر في المستقبل نعم وربما كمان تشهد أو ربما تكون موجودة في الأفتيل لا هي تنتقل في الزمن بس تكون في نفس المكان لا يعني ربما يعني نشوفها في الأفتيل حلو نقابلها هناك بطريقة ما تشرف أن النبوة تحققت 800 سنة من السفر عبر الزمن كل شيء تمام شكرا تساعة تأكدت أنه كل شيء تمام حلو أنا أقول لك أنه من ضمن الشخصيات التي ذكرناها توكي شخصية تشرف اشراف مباشر ولكن عبر الزمن على النبوة وعلى تحققها بطبع بس أنا أعتقد أنه يمكن تخصصها في وانو لأنه في الخير في وانو سيجتمع كل من السلاح البوسيدون وريث الكوزوكي مومونسكي كذلك هو في عودة ليوان ولا محال في عودة ليوان ولا محال أنا أعتقد أنه شايف لما أطلق عليها بالرصاص وماتت بعد كلمتها الشيء اللي بيقي من روحها الشيء البسيط لو باقي من عمرها خمسة دقائق انتقلت عبر الزمن حتيجي وحتأدي رسالتها وتموت بعدها بس أنا أبغى على الأقل الكلمات اللي قبل ثمانمائة سنة وأنا متأكد أنه الكتب رح يستغل ذلك أنت لما تكلم توكي جات قبل ثمانمائة سنة عندها علم كثير تعرف أشياء كثيرة وإذا ما تعرف عندها رسالة مهمة أقل شيء بلغي الرسالة وخلاص بعدها مع السلام عليكم وربما جزء من النبوة إنها تستلتقي شخص ما تتزوجه أودين وتخلف منه ولما تجي تشوف توكي وسفرها عبر الزمن كان السبب في وجود مين مومونوسكي 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 هو الشوغين حقوانه وماك الفاكهة التنين اللي صنعها فيغابانك باستنساخ فاكهة كايد يعني شوف كيف أهمية توكي في القصة بالضبط إن ما كانت بجهة غير إنها سفرت حتى هيوري أكيد راح يكون لها قيمة وأهمية كبيرة ولها قيمة وأهمية ورد شفناها وقتلت المعف من ذاك الله يحرقه نعم نعم يعني كانت سبب في نهاية ويشبهوه في تيتش لا يا شيخ يزين تيتش يا سلام والله هذا أسوأ وأحقر وأدنى وأكثر شخصية شريرة بلا مبادئ وتنكة وعنده فاكهة قوية وتوظيف لها زي تبن مع الأسف الشديد والله الحوار جميل معك يا عبدالجليل والحوار في ومبيس أقول لكم يعني إحنا لو ما عندنا حياة وما عندنا من نجلس نسولف قداما الكاميرا خمسمائة سنة حوارات ومبيس لا تنتهي والله جميل أحلام الناس الله عليك الله عليك الله يعطيك العافية والله عبدالجليل شرفتنا ونورتنا وإن شاء الله إنها هميل أخيرة بإذن الله وكونك جنبنا في أنبع ممكن حنزبط المظبيط والراتي مرة جاية تتيجينا إن شاء الله ماهو غلط الله يعطيك العافية والله مرة ثانية ويعطيكم العافية يا جماعة المتابعة كان معكم الوجيه وعبدالجليل من قناة AI SHOW روابط حساباتي وحسابات عبدالجليل راح تلقوا في صندوق الأصف لا تنسوا تدعمونا بضغط زر زر اللايك ترى بلاش اللايك بلاش والله مؤاخد من جيبك وعيريال تعبت ونقول لهم ودعم كويس أنا توقع إذنك وصلت إلى هذه اللقطة في الفيديو وضغط لايك وخلص تعافق فيكم يا جماعة بس نذكر نذكر لا لألك تبغى أحد يذكرك بالاشتراك كمان والجرس وتتابع حسابات وتجيها نظبط المظبيط لا تكر عافية عبدالجليل شكرا لك وقبل ما نختم قبل ما نختم بس ودي كده نأخذ كده لفة سريعة أنا ختمت الفيديو بس افتكرت حاجة مهمة نسيت أقولها لك كيف كانت تجربتكم في قرية الأنمي هذه السنة جميلة جدا جميلة جدا واروعها إيش الأفضل هي أو اللي قبل والله كل واحدة فيهم ترى لها متعتها الخاصة لها متعتها الخاصة أتوقع كده في نهاية الفعالية جاكم لحظة حزن أنه بتفترق وكل واحد بيروح بالتأكيد بالتأكيد لعل أحلى اللحظات قدوم الوجيه لما جاء قرية الأنمي والله تمنيت أنه يكون عندي ساعة وقت توجلس أكثر حبيبي الله يسعد لا قرية الأنمي كان مشروع جدا جميل والمشروع طبعا ما يكمل إلا بحضور الناس الناس هم اللي أعطوا للمشروع قيمة وهذا متأكد بشهادة المنظمين لهذا الفعالية الجميلة والرائعة جدا 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 شاكرين لكل من حضر شاكرين لسيتي ووك ولكل من نظم هذه الفعالية والله فعالية رائعة جدا أنا ما كان معي عندهم من اليومين والله تمنيتها تكون ويكند كامب يعني ثلاثة يام واربع يام على الأقل خلاص كذا يكون قفلنا تعرف مقولة اللحية البيضة بالياباني تقولها وان بيس و جتس زاي سورو بس خلاص كذا انتهى الفيديو جماعة شوفكم إن شاء الله في البودكاست القادم السلام عليكم حفاظ